طيب كده بدايت فعليا المهم انا اقول او من فهمي اللي بيفهم البرنامج هذا وكيف يستخدمه والاشيالي فيه يعني بيستصغر كل الشابترة هذا بيشوفها مرة تافرة يعني انا وصلت مرحلية اشوفها مدرشة ذاكر كلها عملي وشفت النماذج طبعا اللي طالة النماذج كلها عملي كلها معطيك برنامج وجرب حل البرنامج او او هات النتيجة وهذا اللي ما بيه كشفيك بلا حتى طيب المهم كبداية ودي ابدأ سريع في برنامج هذه القوائم الرئيسية هذا يسمونه سبرايت او الشاشة اللي شغلك هنا تركب حوزتك هباختصر ترى هذه البلوكات الاساسية اللي عندك كل واحد له يعني كل فئة الحالة الايبنت اخذنا وحتى للدرس بتشوهشة كثيرة اوكي طب في احد فيكم ودي اعطيه اشوف كذا يقدر يسوي اكسبت اه السيل ده ما اسمك الاول اتوقع انك الحين ستقدرين سوين اكسبت للناس اللي يدخلون تمام تمام اوكي ام طيب في البداية عندنا كسمية اللي في الستارتوس او كيف تبدأ البرنامج اخذنا هذي ودرسنا هذي ودرسنا هذي كل هالاشياء يعني مفضل شفت هالاشياء ضبط معك سيل اه للحين ما طلاه لي احد انه في احد يبي يدخلوا وكل موجودة لي اسمها نورا بس خان دخلها طيب اه عندنا اكل هالاشياء مرينا عليها في الشابترات فالاشياء اللي ما مرينا عليها بتركها حلو اه مالك شي زيد ولا اعطيك الله اوغا اسألك بس ودي عارف وش البار حق اللهم صلى الله محمد وين مدروش ووش فرقها عن اللي وين العادية بجينا نشغل البرنامج اصبب اصبب توني ما بديت بجيها ايه طيب كبداية عندنا كستارتر كيف تبدأ برنامجك هذي كلها بتشوفها في الدروس الجاية شابتر 2 الى 5 تقريبا عندنا ايانا اني اضغط ستارت اضغط الفلاق قسدي ويبدأ مشروع هذي واحدة هنا الثانية اللي اقدر احدد اللي ابيه مثلا ابغا اضغط اليوزر c حرف c يبدأ المشروع اضغط حرف f يبدأ المشروع اضغط سهم فوق يبدأ البرنامج قسدي حقه space احدد اللي ابيه اقوله مثلا في السؤال اضغط space ويوقف مثلا الشي تسويه او انه ينقلك المكان بلاني هنا تحكم في هذي اللي هي وين وتحدد من هنا اشتبيه هذي نفس الشي بس وين كليك اذا ضغطت على هذا شو الاخضر يشتغل يعني انتنا قاعد ضغط عليه فاذا تحتها بلوكات مشروع اذا ضغطت بيشتغلون هذا ذا تحته مثلا انا اضغط space اضغط space وفضل نيشتغل ذا تحته وهذا نفس الشي فلاق هذي اللي درسناها في الـ و بنشوفها كتير طيب عندنا لا خليها لي صعبة هذي ما اخذناها بس انها موشن يعني حركة مثلا يعني واضحة move تحرك عشر خطوات اضغط اليه من فضل التحرك او نضغط لك عشر خطوات اذا حطت توقع سالب عشر في الوحسار ايه الوحسار زين لان احنا زين نضع محاول y x يعني هذا اللي موجب فوق موجب هنا سالب هنا سالب فاتجاه الحركة هذي بننقذها بعدين زين فهذه كلها في الحركة هذي يلف دوران هذي رجع يعني هذي كلها واضحة معنا ما درسناها يعني حاليا لكن بنجيها او طراها الدكتور على شكل خفيف مو موجودة في الاختبار اه فبطمر الشيء هذا لان ما بغدخل في شيء ما ومعنى طيب لوكس هذي يتوقع كلكم عارفينها اللي say thing كلها نفس الشيء حالي طيب طيبا هذي اللي خدناها الباقيات ما رح يدخل فيها اه say اه طيب say والاشياء هذي طبعا بيتكلم انا خلي مثلا هذي طبعا تكون دايم في الاخير اه في اخر الكود مثلا قل للنتيجة او طلع للنتيجة هنا هذي هذي فانحاط هنا مثلا hello رح يقول hello اه هذي طبعا والله هذي مدة ثاني تاني تاني يقولها اه هذي يبتل قايا يعني ما رح يوقع سر كذا موجودة دايما اه اه انا عني افضل هذي لاني اابغل نتيجة خاصة مثلا الواجب يقول so print screen فبس تاخدم هذي مبعا او يعني كله المزاجة طيب وهذي نفس الشي بس يمكن اه شكل بس تقيبا على النهي يفكر فهذي الفرق بينهم فلما برمي الاشياء هذي طيب الساوندز ما دخلنا فيها هنا تقدر تسجل صوت فبتركها هذي يعني تقدر تحكم بصوت مثلا تخليه يقول حروف ارقام كلمات وتقدر تسجل صوتك يعني فنتركها البن نتركها هذي باجيها بعدين لان هذي زبدة chapter 2 خلصنا الايبنت الكنترول والسنسين والاوبريت طيب الاوبريتنج دامها سهلة الاوبريترز اه عمليات حسابية شي يعني ما يحتاج ادخل فيه يعني جمع قسمة ضرح ضرب على الشي هذي ممكن احط خمسة زائد خمسة او ممكن احط مثلا خمسة زائد ان يحاصل قسمة هنا طبعا هذا تري يعتبر قوس احنا في الايوبلت في ترتيب انه في بداية الاقواس ثم من الضرب ثم من القسمة ثم من الجمع الضرح زين مسامشي الاقواس يعني جتني زي كذا او خذي نجيبه بالضرب زي كذا انا اعرف ان الضرب اولا لك هذا قوس او كي ما ديش صار لا استطاب برزنتي اراح البرزنتيشن صاح ها دي لاي طيب موجود حين اي موجود اوكي تمام اي فشي لهذا اللي زي كذا اقولكم انا اعرف ان الضرب اولا لكن اذا حطيت هنا خاص هذا صار قوس فهنا تصير الطرح قبل الضرب اطرح ضمن اضرب الناتج حق الطرح في هذا هذا الشي مهم في الاشياء اللي العملية حسابية بناخذها بشابتر توب وركميها بعدين عندنا اشياء هالي دخلناها بتجي في الشابترات الجاية هذه مثلا انا خير يعني اقول اختر رقم عشوائي مثلا يعني شو نجيبها يعني اذا بختار عشوائي مثلا او تخمين تجي فالعاب التخمين اختر رقم من واحد الى خمسين من واحد الى خمسمية مثلا طيب فهذه يعني كاختيار عشوائي مثلا لذا قلت لأحد فيكم خمّن الرقم اللي انا فكر فيه الحين يلا من واحد وخمسين خمّن تجي تقولي عشر وعشرين ترى هذه نفس الشي هذه بيجي مثال عليه بوركمية وتفهمونها اكثر هنا عندنا اكبر اصغر ساوي هذه يعني واضحة الخانة هنا اكبر من هنا تجي بحروف تجي بارقام تجي بكلمات تجي باللي تجي بلحالة هذه يعني تجي على رقام تجي على حروف هنا A يساوي A capital A build ما يعترف A small capital ما يعترف فيش هذا فتعتبر صحيح هذه زين فبناخذ الأرقام بناخذ الحروف بناخذ الأشيح and or هذه ودي ذجيتها or not هذه خلوها على وقتها و join letter length طيب هذا اللي درسنا join ابدأ في سهلات join بسيطة يعني أجمج كلمة مع كلمة hi مثلا class زين بيقولها متلاسكة لأني ما حطت space هات c خلق هنا c زين space space 11 خلق space اللي هنا اللي حطت space قبل c أو بعد high هذا space يعتبر خانة يعني كل شي محسوب إذا بعد هنا 1 2 3 space 4 5 6 7 8 يعني space هنا محسوب ناتج بيقولها كذا أمل حطت space أوكي space حطر بدأ هنا فتجي فايدتها كذا يعني تجي مثلا ناتجك حسابك هذه تستخدمها كثير ترا حال join زين فاش كمان شفاعد عندنا letter of word هذي كتير بنستخدمها مثلا واضحة طبعا الحين واضحة خلنا نقول كلمة يزيد لكن إذا قلتنا letter of word يعني الحرف الأول من كلمة يزيد هذا الحرف الثاني الحرف الثالث تجي الحرف الثالث عندي Z فعلي بيقول الآن Z فرح عشان نطلع يصار لكم هذا Z الحرف الثالث هذه letter of word فهذه length of word طول الكلمة كم خانة word خمس خانات فبيقول لي إنها خمس خانات طيب فتقريبا هذه الأساسيات اللي ندرسها في تقريبا هذه الأشياء اللي ما رح تطلع عنها في المنهج وكل هل يمر عليه ودي أدخل في تجارب وتشوف أنت الفكرة أنك تركب شيء فوق شيء لي ما تطلع لك برنامج يعني إذا عرفت الأشياء اللي عندك هذه تبدأ تركب برامج أنا ودي أعطيكم مثال زي اللي حط ها الدكتور لكل فترة مثلا write a program that will calculate the sum مثلا الجمعين أنا متجمع the sum of two numbers والأرقام حاط لك خمسة وسبعة يعني شيء هذا بسيط مرة بسيط أنا مفروض أنكم مجربي أكل لكم يبغالك تسوي برنامج يجمع خمسة وسبعة يعني مثلا هذه خمسة وسبعة أقدر كده خلاص هذا حليته طبعا أنت تقدر الواحد يقدر يسوي بشكل أجمل وينسق مثلا أقدر أقول result مثلا كده حط result of point join ثانية مثلا of the sum مثلا the sum is space 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 خمسة زعتبع هذه النتيجة يعني الأشياء هذه تعتبر زيل جمالية أنا سميها أنك تخلي الكلمة وتفصل وتسوي وتحط فراغ ولا حل بس خمسة زعتبع ف الأسئلة هذه أنا ودي ترجعوا لها لأنها تعتبر أساس كلها كلها مثلا write a program that will convert خمسة دولار إلى سعود ريال طبعا كنا نعرف نسبة التحويل هي 3.75 إذا قلت لك عندي خمسة دولار كم بريال تجي تقول خمسة دولار 3.75 وتغطي نحتج يعني عاملية تسابية يزيد مليش ممكن نطبق الconvert هذا أي واحد هذا من الدولار للريال طيب السريع نحن نعرف قيمة التحويل 3.25 زين 3.75 فهذه لازم أسويها متغير مثلا دعني نسميه نام زين هذا المتغير أنا ما كان ودي أدخل فيه بس يلا هين بحط ثالث أثبت 3.50 هذا المتغير حل استعبت الحين لك؟ كان للرزولت مثلا إذا بي مثلا أبس اليوزر مثلا أبس أختصر كم تبيتحول مثلا من الدولار الى اس ار انا عندي للقيمة ثابتة حين بيلي العملية حسابية المثلا اليوزر بيعطيني مثلا الانسر هذا هو بيكون جوابه هذا هو بيعطيني وين الضرب حالي كي الانسر ضرب النم المفترض لان نحن كده لان وشه التحويل ثابتة خمس سبعين ومثبت القيمة اللي هي هذه نم ثابتة خمس سبعين اذا بي اطلب من احد كم تبيت هذا سؤاله هنا اخذ من الانسر اللي اجابه اطول تحت السؤال وخلاص بيضرب من دي وخلاص بيها بشكل جمالي زي ما قلت تحت كده مثلا الانسر اطول تحت السؤال 5.75 يعطينيها 18 نعم 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 5 19 هذي الراند طيب الأمثلة هذي سهلة يعني المفترض الواحد أين هذا المفترض انكم تحلونها يعني ما تخلونها هذي أساسيات يعني كلها زي ما شدوها جمع طرح قسمة ما يبي لها شيء انت الحين تعرف خلوا من المنتغير خلوا بعدين حتى ذا ما عندي متغير أو يلا حتى ذا ما عندي متغير أباحطه هنا بثبت القيمة 3.45 كده ونفس الشيء 5 مطاش بس الأفضل في الأشياء زي كده تحطها متغير لكن نفس الشيء فمفترض انك تعرف لما تشوف شيء زي كده تشوف تقرح هذا البداية هذا السؤال وين الانسر هذا هو جواب السؤال يعني اللي دخل قيمة هنا بيلقاه هنا هذا مثلا اعتبره ثابت الحين المتغير تلقام يعني بشوف المتغير هذا وش لما شوف شيء بالأصف بتقالي كده وش قيمته هذا اروح ادور هنا هذا هو النوم والله هذه قيمته خلاص عرفت مزين فهذه اشوفها اساسيات لازم تعرف كل واحد عشان اذا شفت البرنامج في السلايدات يصير سهل عليك يسمى ما تتعب على طول تعرف الشي هو ودي ادخل السلايدات على السريع بمانه الكوز بكرة ساعة 9 وبامشي معكم على السريع طيب الـ OUBUILD هنا سلايد هذا طبعا بلايته ما في شيء اذا تابون التخطيه اذا رسلت لكم بعدين الـ OUBUILD يقول لك انه يتعامل مع أرقام ويتعامل مع strings كلمات زين انت شفت هنا تعاملنا مع الأرقام وشفت يوم استخدمنا الكلمات يعني انت هذا اللي يعلمك السلايد هذا يقول لك انك انت قاعد تتعامل مع أرقام او كلمات البرنامج هذا يشتغل مع اثنين زين يعني يعطيك أمثلة ويعطيك strings sequence of characters يعني string هذا يتعتبر string sequence يعني تسلسل من حروف هذا هو string فسلايد هذا تقريبا يعني على البرنامج طيب وراح يقول لك انك راح تقدر تتعامل مع اللستات اللست بنجيها بعدين اللست فكرتها انك قائمة قائمة اللي تسلسل من هنا موقتا قائمة هذي تحط فيها string ولا رقم كلمات أرقام ولها فوائد فهو قاعد يقول لك هنا السلايد هذا انك قاعد تتعامل في البرنامج مع أرقام أو كلمات أو لستات وكل واحدة يعني لها لها تتعامل الكثير من البرنامج تتعامل 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 كما يعني لها نعم لا تتعامل ما تتعامل كان من قائمة لا تتعامل فهنا يجزؤونها أبدأ بالجزء هذا ثم الجزء هذا ثم يدمجونها وخلاص فهذه فكرة البرتوتيب أن يقول جزء صغير is a small and simple version of what might eventually be a part of much larger program يعني الشي الكبير هذا البرنامج الكبير يجزء على الشيء صغير ويشتغل في صغيرات خلص هذه ركبها ركب ليه ما يطلعك البرنامج الكبير هذا البرتوتيب هنا يتكلم أنا شوف الأزرق عندي يعني أنه أقرأ أو أنه معلومة أو شيء الأصفر عندي بخلص طيب براتها أعتمد أنك تصدر على البرتوتيب يتكلم على بعض الأشخاص البرتوتيب إنه يقول يعني شائع إنه كل واحد ي يعني يتطور الحالة من البرتوتيب فهان البتنشة برامتون طيب وش فايت البرتوتيب ليش يسوون هالحركاتها في إنه يسهل عليهم إنه يلقون المشاكل أو الأخطائي يصلحونها أسرع لما يصير عندك خطف برنامج كبير ما صعبة الدورة فهذي سهل وضع عليك طيب نجي هنا دخلنا في الـ أنا ترى ما قرشات يعني إذا في أحد هل نشوف أي شرح مسجل طيب هنا دخلنا في الـ بما يقول لك أن الـ طيب إنه يقول لك إنه راح يسوي track يخزن الـ Variables فكرتها هاله زين أنك تضلى لأسم مسمى أنت هنا في الـ Variables نسميه التعامل مع ميموري مع الذاكرة زين فهنا نتخزن فيها رقم بالمسمى السهل هذا أنت تسميه اللي تبي عشان تسهل عليك شون مثلا حط لك أي اسم سهل مهما كان داخل الرقم أو القيمة أنت تتعامل مع الاسم اللي قدامك ممكن داخل مليون داخل مليون رقم ما تقدر تكتبوا لشي خلاص انتهذا اسمه number مثلا خلاص انتهى فكرة هذي فكرة الباريبال طبعا في بدايات السلايدات كان يتكلم عن البرنامج اللي أوي بلد انه كيف تتعامل مع strings و numbers و variables و الاشياء هذي طبعا وش الفائدة منه keep track of user input القيم اللي تدخلها فيه استر عارفها و اسهل لك واذا تبي تعيد هذي بنجيها بعدين للعد حين يقول لك أوي بلد يوفر الفاريبل طبعا هذا توقيته يعني لانه يقول فكر على انه الباريبال هذي البوكس تحط فيه طبعا تتعامل مع الميموري و انك تحط فيه قيم و خلاص تستعيدها تستخدمها متى ما تبيه هذه هي انت تتعامل مع الميموري تحط فيه القيم اللي تبيها وتستخدمها و ما تبيه هذه الباريبال فسلايد هذا تقريبا انا شوف انه قراية بس تعرف وش فكرات الباريبل خلاص ليش يسمى باريبل باريبل معناها متغير يسمى الاحين حطة ثلاثة و خمسة و بعد شوية حطة خمسة بعد شوية حطة عشرة يعني هذا الشيء ما ياخد قيمة وحدة ثابتة ما في شيء ثابت فيه حتى لو اني مثابتة بلنامتها هلا ممكن تقبلنامتها هلا ممكن تقبلنامتها يمتغير فما يخلقي مثابتة طيب اه 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 ممكن تتغير طيب حتى في البرامج يعني من تخلق الشابتر ثري تلقاه يتغير حط كده ثمن اضف عليه واحد ثمن اضف تزود تحس فبيتغير عندنا هنا هادي شفتوها انت تجي تسوي variable هنا على data to make a variable انت تختار اسمه سمع لي تبيه لسلك xyz و خلص هنا سويته هنا طبعا تطلع لك اوامر حقة ال variable وش ممكن تسوي فيه يا انه مثلا تحط له قيمة تحدد له قيمة انت تبيه رقم تخصص له يعني وش داخله اسم الي هو هادي تشينج بنجيها بعدين انه مثلا خلنا نقول حط ال variable الخامسة لما حط تشينج بده ما يصير خمسة بيصير ستة هذا هادي تشينج يزود هادي تنتين مو مهمة هادي تشينج هادي تشينج هادي تشينج هادي تشينج أنا داخله هادي تشينج هادي تشينج هاه انك انت تختار الاسم بوعه انه يفضل انك تختار اسماء يعني سهلة مو صعبة يفضل انك تختار اسمع يعني تعرفها وتعود لها يعني سهل يسهل القراءة وتوصل معلومة هذه هنا يعلمك اي شيء بالبرنامج يعني انه في البرنامج نفسه هنا يقولك في البرنامج كيف تسوي البرنامج تدخل على الديتا ثم نميك باريبول قلناها Numbers طيب الحسابات يتكلم ان بشكل عام من الحسابات الارقام في الحسابات هنا معطيك مثال في البرنامج تسويه وتو سوينا اللي هو هذا لكيف تحول من الدولار الى سعودي ريال هنا حاطها لك مثلا بالكويتي مثلا اذا بروح اشوفها مثلا بحول ثلاثمية دينار الى تقريبا تحويل ثلاثة فاصة خمسطاش احنا عندنا ثلاثة فاصة خمسطاش نفس اللي سويناه هذا فا وين وصلنا طيب اتمنى انكم فهموا ذا المثال اذا ما حد فهمه يعلمني ما ودي امشي هو نفسه هذا مين ما فهمته اي اللي التحويل طيح اهنا نحطه سايد باي سايد طيح نفس الشي فخلنا استخدم حق هو نفس بس المهم فهنا مطلوب منك يعني هذا الكلام مو مهم اللي فوق يقول لك حول العملة من من دينار الكويتي الى دولار يعني بيطلب العملة هذه الدينار من اليوزر اللي دينار زين حين اذا جيت قلت لك كم تبين تحولين قلت لي والله خمسة دينار عشرة دينار عشرة معناتها يعني عشرة ضرب ثلاثة فاصة خمسة عشر النهات الجهول اللي بيجيك زين انا خدت منك القيمة كم تحولين ضربتها ضربتها في ثلاثة فاصة خمسة عشر اللي هي هذي ثابته دولية يعني ان قيمة التحويل الدينار الكويتي سوي ثلاثة فاصة خمسة عشر مثلا دولار زين اوكي والناتج خاص فهنا اجي لمنها جاهزة هذي مثلا كم قيمة التحويل قلنا الفاصة خمسة عشر هذي زين فأجي بالسؤال هنا كم تبين تحول هذا جوابك مثلا قلت لي خمسة مثلا خمسة مثلا انا سوي هنا ابدلها حسن طي كده البرنابج الما قراه نفس اللي تقراه هنا قيمة التحويل ثلاثة فاصة خمسة عشر دي تسألتك كم تبين تحولين قلت لي مثلا عشرة انا اخذ العشرة منك هذي اضربها في قيمة التحويل زين هو حط ثلاثمية طبعا اضربها في قيمة التحويل خلاص بيقولي الناتج ناتج كده اجر البعض سريع كامتة بيتحول ثلاثمية زي ما قالوا خلاص بيضربها في قيمة بيضربها في قيمة نفس ما تقراه هنا هو نفسه هنا المفروض ذا قريت هذا سير خلاص قاري هذا انا عندي صعوبة من يحول هذا الى هذا صار هذا سهل عندي فنفس الشي انت قاعد تقول له قيمة التحويل ثبتتها مثل ما اضربتها متغير سألت السؤال كم تبيتحول قال لك النتيجة خلاص ضربتها في القيمة هذه اللي انا متبتها مثل لما الحين سألت اسلك حول لي مثل عشرة عشرة دولار مثلا او عشرة ريال كم تساوي بالدولار اي احد فيكم يحولها الحين كذا نظريا يعني تقولي عشرة ضرب ثلاثة فاصل خم سبعين خلاص تحولت هذه الناتجة لو بالآن لا هذا نفس الشي اللي سويتها اتمنى ان اوضح الحين اتمنى ان اوضح الحين طيب المثال هذا بتركه خلاص يعني واضح هنا دخل على النستد اوكي هذا النستد اللي قلتها في البداية انك لازم لما تجي عملية حسابية و مليون في المية يجي عليها السؤال هذي لما تسوي عملية حسابية لازم تشوف الترتيب هو حاطلك ترتيب معين حاول ما تطلع عنها طبعا two opportunities Okay precedence كل هذا يتكلم عن الترتيب أنا لا أقرأ كلام هذا كله لكن ترتيب العملية الحسابية هو يسميها هذا أهم سطر في كلام هذا كله لازم تعرف هذا النظام هذا اللي بتبدأ في الأقواس ثم الأسس التربيع ثم القسمة ثم الضرب ثم تجمع ثم الضرب هذا أهم ما في سلايد هذا أنك تعرف شون تحسن لما يجيب لك صورة زي كذا وزائد وين الضرب وضرب هنا حط أرقامه عشرة اتنين عشرة فلا هذه خمسة أوكي طيب أنا بتسل عملية غضب بس يلا زي هنا لما يجيب لك مساء زي هالي هذي قصدك البيتماس اللي هو هنا هذا قصده شلون تحسبها من ما يتبدأ تجيب تقولي خمسة زائد سبعة لا هنا غلط أوكي هذي تفك القوس بس إنه ما تجمع هذي مثلا إنك فيها ترتيب معين الترتيب لي وهذا أقواس أوسس ما عندنا أوسس بس إنه ديفيجين ضرب جامع ضرح فإذا عرفت الترتيب هذا خلاص بتحسب أي مسألة تجيك وهذا أنا متأكد بيجي عنها مسألة في هالحالة هذا يعتبر قوس هذا هذا كامل قوس في هالحالة أفك القوس هذا الأول ثم نأطرح خمسين من اللي فكيت اثنين ضرب عشر عشرين خمسين نقص عشرين ثلاثين ثم نأقسم بعد خمسة زائد سبعة ألا أربعة شرس الأسهل أو ثلاثة عشرة عشر تقسيم عشرين كده توقف نشوف نص أو لكم فاصلة فهذه فكرتها لازم تفك الأقواس أول في هالي ثم تطرح هذا لأنهم الأقواس ثم هذا ثم ناتج هذا تقسيم ناتج هذا فأنا متأكد بيجعلها سيرة هذه الحسابات هذه هنا التقريب التقريب توقعنا واضح مرة أنت إذا قالك بس بيك تفهم الشيء هذا إذا قالك قرب إلى ديسمال بلايس تو ديسمال بلايس هذا شوف أهم ما في التقريب أو هذا الشيء المهم هذا يعني أنت عارف التقريب 129 إذا بقرر مثلا قالي ديسمال بلايس معناته الخانة هذه يعني ديسمال يعني أول خانة بعد الفاصلة هذه هذا اللي قربها هذا ما أجيه فعنى 129 ثلاثة أصغر من الخمسة يعني خمسة وطالع العدد اللي هنا خمسة وطالع أزود علي بعدها أقل من الخمسة يعني أربعة ثلاثة أثنين ما أغيره بس أشيل هذا كله وخلي بس الجهة إذا قالي هنا قرب الهول نمبر رقم هذا هذا والله ثمانية فوق الخمسة فخلاص يصير 130 وألغي كل هذا هذه ما أقدر أقرب مثلا قال لي قرب 8.8 لأنه قال 1 ديسمال أصغر من الخمسة فهذه خلاص ما تأثر اللهم أن يحذف الباقي مثل ما سوا هنا طيب عندنا الآن قال 2 ديسمال ديسمال بلايس اللي يبقى خانتين اللي هنا دعما قال ديسمال أنا أضر رقم هذا اللي هو الستة اللي بعدها فوق الخمسة خلاص أزود على الستة واحد وهنا طبعا فوق الخمسة فالمفهوض سير 3.77 هذا خلاص أشيله قربت خلاص هذه الفكرة منها بس إنه يفرق على 1 ديسمال ولا 2 ديسمال هذه لازم تنتبه لها يعني أو the whole number زي كده قال لك فواصل بس قال لك قرب الwhole number whole number اللي هو هذا الرقم الرقم الصحيح أصحب على الفواصل قرب هذا خمسة فوق يصير 34 خلاص خمسة فوق أقرب هذا العدد وألغي كل شيء إذا قال whole number هذه أهم ما في السلايد هذا هنا استخدمناها الwhole build اللي هي round وينها طيب طبعا إذا بحط العدد في الwhole build إذا بحط العدد هذه ما يقرب الwhole number ما يقرب لهذا يعني ما رحيز ما قدر أقول له one decimal two decimal على طول whole number فبيحطها 130 هنا هذه بحط صحيح سيت المسكرين على العمل 129.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 هذه رحيقرب ها إلى 130 ما قدر أقول له قرب 8 ولا هي أقدر بس إنها شغلة صراحة لإنها فيها توقع قسمة 100 ضرب 100 فيها من الضرب فيها عملي حسابي طويلة الصراحة توقع نحو كذا توقع لا لا غلط فيها حسبة كذا محسابي من الزرب من الزرب محسابي أخير من الأمثلة توقع من الزرب من الزرب قيمة النم ثالث فحص ثابت عندنا هنا constant to make a name that is using capitals اسمها العداد هذي كتفرقة يعني انشان تعرف هذا constant عند كله تحط اسمه بتغير حقك بحرف capital constant to make a name that is using capitals and may hold any kind of and change data نفس اللي قلت ان القيمة ثابتة represent fixed data يعني كل هالكلم نفس الشي يقول constant ان اعداد ثابتة تخزن في ال variable ما تغيرها مهما كان وانك تحط اسمه مثلا capital حروف capital عشان تعرف انها او هذي قيمة ثابتة ما تلعب فيها مثلا في برنامج كنت لما كتبت قيمة خلاص تفهمها طيب يعني هذي self-documented هذي اللي هي comment انك تكتب كليكي مين comment هذي self-documented يعني ما توقع يجي عليها سؤال الا ان كان بس تعرف انه وشي self-documented comment ولا بدوشه ولا فارغ ويحط لك تعرف انها comment طبعا دخل على الموضوع ويحط لك يعني انت تشتغل على برنامج تحط لك comment انا والله قصويت كده 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 احسه شي وابح ما يبيل شرح انت ليش تحط comment اساسا ليش تعب نوسك تكتبه عشان تشرح مثلا نفسك ان النقطة هذي والله اقصد بها كده النقطة تشرح توضح لنفسك او اللي بيشتغل معك مثلا هذي فايدة ال comment unconstructed او اللي بيشتغل معك نفسك فهذا اختصار كله تقرد استخدام comment لا يوجد شي جديد ما في شي جديد مينتينز يعني مينتينز اصلا معناها صيانة فلما يقولك صيانة البرنامج معنات انك يعني كل فترة ترجع تجرب ترجع تحوس فيه تشوف فيه اخطاء او لا هذي المينتينز تأكد انه شغاله او لا keeping program useful and correct يعني تتأكد برنامج كلنا صحيح هنا strings ونحنا خلصنا values دخلنا strings بقى list طيب يقول لك strings نفس ما عرفه قبل sequence of numbers يعني sequence of numbers اللي بخانات هذه قصده يا زي يامعد مثلا يامعد لك هذه الستة اولها هذه strings طيب جوين قلناها اتوقع المفوض فهمت الجوين هالي هالي شفناها هنا و وركبنا جوين كلمات وين هي واستخدمناها في كلمة في تعبير في اي شيء فهنا بيتكلم لك عن الجوين المفوض انك عرفه اش تسوي هنا مثلا استخدم hello وحطنا بتغير name وسمى محمد hello محمد فمستخدم الجوين هنا هنا استخدم الجوين عددين طبعا هنا لما حط جوين عددين راح يكتب لي عددين نفس حتى لو تحطها هنا خمسة عشرين خمسة عشرين راح يعني ما راح ي ما راح يضربها ولا شيء ابد بيكتب خمسة عشرين ف يعاملها على انها ما في عملية حتابية أصلا عشان يعني فمفوض ان اذا حط لك كذا وكم الناتج ممكن تروح تضربها ولا فيه بالغلط فصير ثابته هذه الجوين هنا لا الجمع بسيطة الجمع فهو حط لك أمثلة هنا جوين سترينج اللي هو كلمات اللي حط لك واحد كتابه والثاني يحطها داخل متغير اللي سماه محمد فتطلع حلو محمد هنا حط لك ياها زي ما وريد كتابه وهنا الجمع هنا طبعا يوريك في الجدول هذا الخانات هذه يوريك عددها لان حتى الضراغات تنعد واحد من الضراغ مثلا استخدمت الحرف رقم خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية وطلع فراغ فتنعد ما تترك شيء هذي ساعة وشو حنا دخلنا ببرنامج وريتكم هل الشيء هذي فخلص تسهل عليك يعني السلايد هاله تشوفه تطمره وش هذاكر فيه عارف ان الجوين سوي كده وعارف ان يسوي كده وخلص طيب برضو هل الشيء ترقلناها letter of length of هذي letter of وهذي length of انا تربم رمور سريع يعني انا حطيت الكلمة يزيد مثلا letter three معانته الحرف الثالث من الكلمة هذي حط اي كلمة لو في فراق مثلا الحرف الثالث أو خلا حط الحرف الرابع اللي هو فراق خلا يقول لي شيء بلنقرار هذا هو اكسبت انا ما قرل كلمة توسك كل ما سويت اكسبت خلا يشوف يسير بنفسه ما عليش سامحوني والله طيب هذي letter of والlength of كلها توقع واضحة letter 4 1 2 3 4 اللي هو هذا برنامج بيطلح عليك لازم انت بنفسك تعرف وشو length of اللي هو طولها كامل كم خانة هذا length of هذي كلها في سلايدات فانت فهمت الشيء هذا خلاص هذا الشيء هذي ممكن اكتسح بريحة انت تعرف وشو letter of بالاختبار بيجيبها لك كده بص بطريقة هذي بطب ما رح يعطيك هها سهلة زي كده ممكن يحطك مثلا letter اللي قالها ملخبط letter of كده letter of for بتجيبها شوي ما رح يجيبها مباشرة زي هالاشياء هذي هذي انا توقع يجي على السؤال هذي اللي يقولك حط عندك مثلا message هذي اعتبر متغير جواه المسج هذي welcome to tm111 انت تقدر تسوي شي هذا بالبرنامج تقدر تسوي برنامج وطلع جوب زي الحلوه اليو هذي الجوب تقدر تسويه لكن برضه بنفس الوقت حاول تفهم اش قاعد صير هنا المتغير هذا داخله welcome to tm111 زي ما قلنا هي توقع 16 خانه 16 خانه وضمنهم الفراغات قالك letter one of message هذي المسج عندي زين وش letter one لأول حرف letter one of message هذي letter length of message هذي هذي اه كده سواها letter length of message مثلاً حط لي message المهم letter length of message مرحب هذي 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 اخر رقم 16 اللي هو هذا قلنا واحد فتمنى تكون هذي واضحة انا بدي موية ثواني هذي انا اتوقع يجي عليها سئلة فهين اقول لك length of message length of message يعني طول سالة كاملة الحروف كاملة اللي هو هذي length of message هذي message هو حط عندها مثلا نم حطها مثلا welcome come to tm وحطها كذا هذي مرحب مرحب هذي وحطها كاتبها عشان ما اسمها تضيعون هذي message مرحب هو كده مسويها هط متغير اسمه وحاط فيه welcome to tm11 هذي المسوي هنا هذ المتغير message وحاط فيه welcome to tm11 هنا قال لك اول شي letter one of message letter one او الحرف message اللي هو w letter one off message مرحب طيب letter one of message لي هو w هذي طيب هذي محتاجها فالحرف الاول من message الي هو w هذي سهلة ثم قال letter length of message length of message الي هو طولها كاملة 16 16 16 of message الي نفسه هذي يعني طولها 16 يعني يقول letter 16 رقم 16 من الرسالة راح يكون اخر رقم واحد بالضبط اخر نشوفه هنا letter of او سواها كذا او سواها off message لا كذا سواها زين length of message قلنا 16 خانة off message راح يطلال النتيجة واحد واحد طيب الثانية هنا راح يقول لك join استخدم join هو بالنظر تقدر طبعا هنا تقريبا هذا جزء العصار هذا جزء والقوس هذا جزء فانت يقسمها جزئين فهذا اخر شيء المسيج قلنا هذي هنا ابدأ بفكك القوس الي في النص ابدأ بفكك القوس الي في النص ابدأ بفكك القوس النص length of message قلنا 16 length of message 16 نقص 6 صارت هذي عشرة ثم قال 10 of message 1 2 3 4 5 6 8 19 اللي هي O البارت الاول راح يكون O هذا join عادي البارت الثاني فهمت الفكرة ما ودي ادخل اطول في موضوع هذا هنا كيف فكك القوس من هنا letter 15 of message 15 هذا واحد منها 16 واحد هنا راح يكون واحد حاطلك join يعني في واحد وفي شي الثاني اللي هو letter 1 of message برضو W أو واحد W ان شاء الله انها ساحنا لي طيب اللي هو انت كان بمناستينغ هتوقع يقصد اللي هي enable multiple strings to be joined without complex next string إقصد اللي هي join هالي هالي انك تقدر تطيف اكثر شي بدون تعقيد اكثر من string بدون تعقيد فانهم اللي بعد هذا مسألة تحويل لا مو تحويل مسألة بسيطة أو سؤال بسيط من فضل تعرف ان هذا ال start حين وشو راح يتكلم البرنامج نفس البومة هذه راح تتكلم ثم راح يسأل سؤال راح يسأل سؤال راح يسأل سؤال يطلع box هنا سؤال يطلع حين box حق الإجابة الجواب اللي جابه راح يتخزن في الوصف ثم راح يسأل سؤال ثاني طبعا هوا يمشي تسلسل تحت الجوابك الثاني راح يتخزن في country فهنا قايلك جوين طبعا عمثال على الجواب هالي اللي هو instrumental construction راح يقول جمع كثيرا استخدم اللي هو name يهنا جوابك الأول وهنا مجروب اللي واعنا جعبك الثاني هذه الشاشة ستاف هنسميها بس يهم انك تعرف تقرأها طيب هذا التحويل العملات نفس الشي قلناها اكثر مرة بس هو هنا الفرق انه قاعد يسألك يعني يبغاك تدخل لقيمة التحويل 3.75 كم من عمل وعملة فهنا يسألك كم قيمة التحويل ان تحط له 3.25 ثم هنا يسألك كم ريال السعودي فهذا تحط له هذي قيمة تحويل يضربها بنفسك هذي يضرب هذي اللي هو القيمة التحويل يضرب الدخل ثم يطلع لك ناتج نفس الفكرة بس بطريقة ثانية دخلنا على الليستات الحين طيب الليست هين يتكلم كان بيسترل من فاريبل ذاتين فم اوكي اني بيسترل من فاريبل طيب مو مهم بصراحة هين الليست يقول لك ان فيها ايتمز فيها مجموعة ايتمز والايتمز مثلا يكون انا بالاخضر هذا يعني اقراك راية يكون فيها يا نابرز يا سترنجز يا ارقام يا كلمات اللي قائمة داخل الليست هالي هالي قائمة داخل الليست هالي هولدين قانعتمدر راح يكون فيها خانات الافضل نيوركم اياها صراحة هين طبعا ميكا لست نسمح مثلا عندنا نيمز هادي الليست نزيل عندي هالي الشغلات حكة الليست هادي الاشياء هادي و هادي و هادي و اتنتين هادي ما تدخل طيب هادي نيجي للليست طبعا اد شي بسيطة يعني انت قاعد تضيف للليست مثلا هنبدأ باسمي يزيد و نضيف اسم ثاني عمتا هادي و اوكي اضفت ثنين بالغط شوفونا انتمين ها اضفت بالغط اجي احدف الي وعادة احدف كم احدف رقم ثلاثة هدا احطه باسم رقم ثلاثة اضيف مثلا سارة سارة نورة اضيف هادي انت قاعد تزوي ليست ليست خانات و م هي واضحة نكبر خانات ومرقمة وبدور والليست تقلت العب فيها تقلت ترتب من اصغر الاكبار ترتب من اكبر الاصغر تسوي اشياء كثيرة فيها الليست تقدر تجمع مثلا اذا هي رقام تجمع الاول والثاني والثاني والثارث والخامس ثم تقسمهم على المتوسط حقهم يعني فيها تقسموا اشياء كثيرة في اللست هذي فايدتها الاشياء تباحة الاوامر هذي انتم عرفتوا حين الاد تضيف وعرفت الدليت insert يعني ادخل شي بينهم ابغى دخل مثلا بين بين يزيد محمد بدخل اسم حبت مثلا ياسر احط رقم اثنين فبيدخل بين يزيد محمد ينزل تحت هذي ال insert فهذي فكرة تنزل الدخله واللي تحته يروح ينزل تحته خانه زين اللي انتم صافين في دورس صافين سر جاء واحد بينكم هذي الفكرة من هنا هذي ال insert إصدف أبدل هذي ياسر ما بغاه رقم اثنين هو أبدل ب ويث مثلا وكي راحت نسمع بدلا دي بسمع خوني كلهم طيح رقم اثنين ببدلا رقم اثنين ببدلا فبيدخل حظه بلاده خلاص يشيل ويحط بدلا واحد هذه هذه الاشياء الساسية التي تستخدمها في ال insert و كلها تقريبا من داخلها انك تعرف كيف تضيف تقول طبعا تحدف من هنا X بس خلق على اشياء هذه شغل عجزين اضغط واحدة في كده وضيم خلق على البلوكات شان تعود على البلوكات تضيف تحدف تدخل بينهم و replace هذه تريج عليها اسئلة هذه يجي يقول لك مثلا اضف لا يعطيك كده انه سوالك كده add ثم نحط طريق ثاني add ثم نحط لك add ثم نحط لك ثم نحط لك replace ثم نحط لك insert ثم نحط لك add ثم نحط لك كم ثم يقول لك بالاخير كم ترتيب الليست فانت تروح تحسب اضاف ثم نسوى replace ثم اضاف واحد ثم نضاف واحد زيادة تحتهم ثم ندخل واحد في مكان هنا موسيقى ثم نحط لك فانت تقدم لك ثم نحط لك نخطيك غريب المثال الغريب المثال ان تخطيك ثم نتخطى الربلايس هذه اللي استعيساك زين الربلايس مرة أبدلها كامل أجي زين يعني مرة مرة أشيلها كامل ألغي من هنا وحط بدالة يعني أنا ما عندي أمس إلى الصراحة الحين بس أنا جاء في بالي مثلا ما أدري اللي مثلا نلاعبين الكورة يبدل لاعب خلاص يبدلها كامل يشيل يطلع بره يدخل واحد بدالة هذا الربلايس غير بدلة ما يصير موجود هذا الربلايس لا لا ما أشكتك علي أكدت لولياتك الترتيب نفسه في الليستة طيب ما يتغير الربلايس لا ما يتغير خلال الربلايس لأنه خلاص أشيل هذا وخلاص يتغير المكان موجود بس يصير بدالة واحد كأنني أمسح الاسم وحط اسم ثاني هذا الربلايس انسرت لا يضاف واحد لللسطة لك وين يضاف بينهم ما يجي يضاف الحين الزويت آد الحين هنا اكس يضاف بالأخير لكن إذا حطيت انسرت رقم مثلا اربعة هنا زت زت بياخذ مكان سارة هذا الاربلا سارة بتنزل تحت ما تيجي فوق لا هو ياخذ مكانها تنزل تحت خلاص هذا الانسرت وتزود الخانات طبعا انسرت يزود أنت قاعد تزيد فيها لكن الربلايس ما يزود أبدل خلاص هذه الأربعة شيئة الأساسية في اللستات اللي اللي خلاص بتختصر عليك شابتر كام تقريبا لا يتذكر وياك إن شاء الله عندك هنا item نفس اللي قلناها في هذه letter one length of هذه الشيء قلناها في string والكلمات الأشياء هذه letter one of list اللي هو هذا حرف W أول حرف length of list طولها of word طول الكلمة كاملة كم خانة هذه نفس الشيء لو قلت item one on the list list اللي اسمه نيمز حكتي هذه item one يزيد لو قلت item three خلاص تعرف three على الحمد item four five كلها نفس الشيء five سارة هذه إذا قلت item كم في الليست إذا قلت length of list length of list اللي هي نيم لما قلت لأنها نيمز اللي مسميها خانة length ما نتاكمل سبعة طول الليست كامل ما تجي عد واحد اثنين ثلاثة في strings العادية هذه الشيء العادية أعد كم خانة length هنا في الليست لا تعمل من ست طول كامل length of list مفروض لو حطيت هنا إذا حطيت length of list مفروض يقولي سبعة هنا لأن عدد الليست كامل سبعة إذا قلت مثلا item five of list هذا خمس مفروض أن يقول سارة لأن الخامس نفس الفكرة هنا هنا تعاملت مع كلمات مع الآن تتعامل يعني كلمات оргام الآن تتعامل مع list هات طي دائما إني دخلت ووريتكم اللي تو فأتوقع أنه هنا يقول لك إن الليست تتعامل مع إن هذا رح يوريك شكل الليست visualize سيكون soft slots خانات اللي ووريتكم إياها اللي هي الخانات هذه وهنا قال كيف تسوي list تدخل قائمة data وتضغط ووريتكم ميها هذه الأشياء اللي تو كلها add delete insert replace item length هذه كلها فهنا بيشرح لك نفس اللي سويت add to add مثلا ما تش حط اسم إلى القائمة هذه رح يضيف أول شلت اللي ووريتكم ميها تو هذا مرة يعني يختصر عليكم كم slide 1 2 3 4 5 6 5 slide تضير هاي بس تفهم من تو بس فهنا قال لك add أرضي في الاسم الفلاني في list هذه حتى في list تضيف الفراغ عادي تعد في العد تضيف تكتب اسم تحط فراغ يزيد يجيك فراغ فعادي طيب هنا list هنا قال لك add الى الحين this add يجيك المرد طبعا الاصفر البرتقالي قلت انه في البرنامج عمري لكن الاصفر قلت انه عادي في تكرار في list هنا يقول لكم في تكرار اضافة الاولى ثم اضافة الخامس هذا الشيء length of list راح يكون طول list 5 length of list هذه الـ item item مثلا اللي هو هنا وين هذا item 5 of list هذا item of list يعلمك رقم يعني موقع في يقول لك يا الله شهت الشيء هذا اضغط لي سارة رقم 5 فهمت الشيء هذا item 5 of list راح يقول لي رقم 5 في list هو نفس الكلام هذا راح يأتي report موقع معين في list ممكن يجي عليه نظري تعريف ما عدري بس لازم تعرف انه ضغط item of list رقم فلاني في list رحي يعطيك report على المكان فلاني position هقه delete راح يحذف شي من list insert هذي تاو راح يدخل شي بدال شي لا استف الله بين شي مو بدال لا اللي بدال insert replace راح يبدل بالكامل شي لهذه حطه delete all هذه اه ماذا ما شفت ها اه صح موجود delete محتر delete all هذه طبعا في الواجب عندنا لازم تكون اول شي هنا هذه delete all يحذف كل list ما رح صغير الحين فهذه delete all لي delete all تنضاف في نهاية list ولا البداية لا في البداية نهاية اللي خلاص انت قاعد تضيف delete all ثم تروح في النهاية تضيف delete all وش اسفت كذا تقعد تضيف add 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 اكثر مرة اكثر اكثر مرة اجي الحين اسوي delete ماذا بضيف هذور كلهم ثلاث ثم مربح دفهم كلهم ما في فائدة لكن سويتها كذا ممكن انا بغا عيد برنامجي ممكن البرنامج حقي قاعد يسأل الوزر تدخل الاسماء قاعد اسأله مثلا نحط لانا question ادخل الاسم والان سيضع add to the list زين انا موهبا عندي list كذا الحين وقاعد اسأل الوزر ويدخل الاسماء دخل الاسماء في list هو قاعد دخله زين فانا بغا عيد البرنامج من جديد فأسو delete all خاص عشان اللي بيستخدم بعده يصبح ما في اسماء list فاضح انت تدخل اسماء حلو يصبح كل هي موجود الاسماء جاهزة ومس عابب فيها بس عابب مثلا حن هدت كذا عيد السوء كذا راح يحذف list ورح يسأل user وبنسبة الوقت يدخل هذا في list لاب طيق lag كي وين سؤالك بوي احضر 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 delete all of names هذه للظه اللي بيلها repeat ما ودي اطخف شي هذا بس بيلها repeat هذه هنا لان عشان عيد في part هذا بس الحين كده بقدر عيد لكله ويحدف لا لا بلها برجي برجي بعدين هاشي بجي بعدين بس هذه الفكرة من هذه little all زين لتكون بس في الواجب لازم يحطها لان في الواجب كان يخير user طيب delete all خلصناها هنا هذا اللي قد تملي مهم يجي علي اسئلة هذا مثلا مثلا قال لك item 3 of list list اسمها courses item 3 راح يكون tm11 هذا item 3 1 2 3 insert tm112 at 4 يعني دخل 112 at 4 يعني معنا 112 راح دعما قال insert راح تكون هنا تحت 3 تاخذ مكان 4 و 4 تصير 5 و 5 تنزل 5 تصير فاضي صح يعني شلون 5 تصير فاضي ايو ايو بالضبط بالضبط فinsert بتصير هنا 112 تصير هنا مكان 4 و 4 تصير 5 50 و ينزل list سيكون عدد list 9 هنا قال replace item 8 of course طبعا لما يبيلها شاسم ما كتابة هذه لان لو بقول replace item 8 item 8 مو بهذا و بسوينا insert فننزل كل شي item 8 مفضل نهال الفراغ فراح يكون 105 هنا اليو 7 ما جاب عين يام فهذه مهمة اذا مره 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 يعني حسيت حاول تحل نظري اذا مره ما عرفت سو list بسيط سو list و سو insert سو الاشياء هذه و يجيك الجواب انا متأكد ان الجواب رح يكون هنا تدخل مكان سابقا مره لانا اذا سويت item 3 قلنا لي هو هذا اذا سويت insert هنا بين الثلاثة والاربعة insert بالالاربعة الخمسة رح تكون فراق الستة رح تكون 131 السابعة رح تكون 132 وكل واحد ينزل حبه فهي رح يكون تسع خانات ما اني اضفت هذا طيب مترى ممكن تصير عليه خطاب السنان انا نمش السريع بدون تدقيق هنا رح يقول لك وش الفروقات بين list وال strings between strings and list كتاب كلمة ولا يستخدم list string يتكوى من حروف list تتكوى من item مات هنا يقول كل each character or item can be accessed using its position كل كل character هنا اقدر اتحكم فيه او اني اوصر اقول letter 1 of kida letter 5 of الكلمة هذه اقدر اوصر نفس اللتر لتر او لنت وين اللتر فمت لك ساكيد اللي هذي item انك تتحكم في list توصل لأي item فيها كلها مقارنات يعني فهم او لازم احس you can insert انك تدخل اي item في list الاختلاف الفرق بينهم ان list تدخل اي item بس ما تقدر تدخل حرف في داخل كلمة ما قدرجي هنا اقول insert حرف a داخل كلمة هذه هنا ما اقدر في list لا اقدر لنستخدم insert ودخل خلاص هذه هذا الفروقات والاختلاف ات في الصفحة هذه problem solving هنا كمبرمج وشو مفرض عليه البداية هيكتب اللي يسمي خورزميات algorithm انه طبعا يكتبها في implement هذه يتوقع انها اللي كتب الخورزميات نعم في الالغرثم 26 امشي شوي شوي مرة وكذا ملاش 26 هذه قصلك انا ما توقع انها مطلوبة بس بشوفها ان شاء الله ما توقع انها بجيالي هاسية اصلا انها بس تعريف طيب هنا راح يقول لك تكتب خطوات انك problem solving حال مساء اللي سمونا خطوات انك algorithm تكتبها مثلا ثم تحطها على البرنامج تحولها من ورقي الى البرنامج نفسه بعد كنت تجر برنامج اذا في اخطاء نسميها bugs الاخطاء نسميها bugs اذا في اخطاء نسوي debugging يعني نتصلح الاخطاء او fix any bugs هذه الخطوات تبعك ما ادري شو طريقة تلقس عليها بس مهم من الواحد يعرفها هنا دخل الخوارزميات طبعا هنا دخل عرف لرؤوس اقلام بس ما في اي تفاصيل كثيرة يقول الخوارزميات اللي هي step by step هذه عبارة عن step by step انك لازم قبل لا تسوي اي برنامج في الاوبيلد لازم تسوي step by step تكتبها كخوارزميات نفس الطريقة هذه وينها ما في هنا مثال عليها supplies اي حال زي هذه step by step هذه هذه الخوارزمية هذه الاختم خوارزمية هنا كلامة step by step تمش بخطوات طيب كمسملة كتعريف هذه وشو الالغرثم انها step by step هو الالغرثم بس يحمك هالشي تعريف الالغرثم رائتن كليل انه تكتب الخطوات لا تكتب ها واضحة عشان المبرمج يفهم لو بتعطي اكتب خوارزمية ويعطي واحد بيسوي هالقص منها ديزاين تصميم اللي هاله step by step ثم الامبلومنتيشن اللي هي تحول هاللكمبيوتر تبدأ تتبرمجها في الكمبيوتر انا صراحة قرأت هذا قراءة ترى ما محضر ولا شيء واشرح الحين على فهم بالنظر كدا هين يقولك الخارزميات كلها يعني انجليزي على كتاب عدية معطيك مثال multiple number of price tickets للأمانة انا ما قرأتها ولا دققت فيه ما ودي ادخل فيه لاني ممكن اخطف اشياء بس اللي اعرف انه الالغرثم تكون بالانجليزي اللي محدد الاشياء فهنا ما دحلت فيها لان الالغرثم متشاعب في شابتر 6 اتوقع فهناك الاساس انا حتى لما شفت الموكب القوز القوز ما شفت عليها اسئلة على الالغرثم فما اتوقع انه بيعطيك شيء بما ان يعني اساس طبعا بطمش هذا اللي ترا هذا البرت تقريبا الارغرثم هذا وهذه وهذه هنا اعطاك مثال حسابي شرحة معقد شوي لكن اليوم اشوف موق هنا مدري من حكا اتوقع اسمها سارة معنا في القروب اشوف هذا قاد تتفرج علي باشوف شو وضع انا قد مر علي كثير هذا وكنت اشوف مختصر واسحب عليه مزين لكن عطل اليوم رحت ال تو اشوف كويس في البارت النظري هذا الملخص لس هذه الحلوقات بين لتو حين الآلغرثم هذه اللي حسبناها هذه آد ما آد اللي قلناها هذه اللي تو حتى ما شرح شرح مرة وزحاط مهم جدا قلناها من قلناها سوال 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 هذا انا ما حضرت السوال هذا قصة فاينل ما حضرت بس ما اذكره كان صعب أبدا هو اللي بيك تعرف المتغيرات وشي مثلا number of price ticket number of ticket التخفيض والtotal والoffer الضار هي أربع متغيرات اذكر يعني ما بديت فلسفين لما حضرت الشي هذا هنا problem solving انا اساسا كنت ابوا اتكلم عن الـ حالة بس ممكن تنس ملخص بالشات ايه ان شاء الله برسل لك ابرسل لك برسل لك برسل في الـ ومع هذا المخطط طيب problem solving هنا يتكلم عن وش ممكن أخطاء لما حدي يسوي برنام وش ممكن سيقي أخطاء يعني اتوقع يجا الهاسئة مثلا يقول لك انها مخزن data غلط مثلا الـ باريو الحط في قيمة غلط عن اللي تبيها مثلا ضيعت في الحسابات بعدما استخدم جمع استخدم الضرب مثلا حسبت الضرب قبل الجمع يعني الاخطاء وش اللي تخرب برنامج كدش يصير مثلا النتيجة ما طلعت معك فهنا حاط لك اسباب النست steps في اله هذي اللي توحقت الجمع الضرب لأ steps هذي implemented يعني لما تركب هذي steps لما ركب هالي هذي ترقاك مضيع هذي 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 سبب أخطاء في برنامج او نتيجة استخدم تبلوك غلط زي ما قلت فتنقر هذي دو اكتيفيتي 2.16 انا اذكر اني مطلع الاكتيفيتي كان 2.16 ما طلعت مناتب مهم شفت الاكتيفيتي اللي عليها اللي تستهل رحت شفتها هذي ما قريته design بارت الالغوثم ما قريته ما قريته ابدا حتى ما خطط لكن ما قولني ما بس حب رجاله وقرام بالتفصيل لان حس شي مهم فلاز مركز عليها كل بارت الالغوثم على مره 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 انا شوف طرح شي مهم يعني اذا فهمت هذا بتفهم شب 5 6 الاشي هذي طيب شون افهم الحين الالغوثم هذا شون يعني ما قرأت كم مره بس ما عرف أكت لا شو انا وعدكم ان كان كذا بس اذا قرأت بكرا ان لكم لان الحين انا ما اقدر اخاف اقرأ الحين يعني وضيع وقت زيادة في يبيني اقرأ الواحد اش انا اركز اكثر بس ان شاء الله بكرا احط لكم طيب ابدأ دخل على الشابتر ثلاث طبعا شابتر توقع مر سهل الحين يعني ما دي ممكن طولت انا بس ما في شي list نامبرز يعني تكلمت عن نامبرز تكلمت عن strings وعن list هذا هو بس وشوي algorithm في الاخير هنا selection selection يعني اخير يعني يعني يا اي يا لا يعني true false هذه هذه selection اللي نسميها booleans booleans طيب اللغة برمجة برمجة طبعا يقول لك selection لازم يعني يكون فيها condition هذه يكون فيه شرط يعني مثلا اذا سويت كذا بتاخذ هذه او هذه مثلا فهذه selection طبعا البرمجة طبعا هنا يقول كل برامجة لغة البرمجة توفر selection فيها booleans هذه أو true false موجودة هذه كل لغة برمجة فدخل في boolean هنا اللي boolean blocks اللي تكون غالبا اذكر الدكتور وصفها باللي بالشكل هذا المعينة هذه هذه حقة condition هذه هذا الاشياء هذه كلها تدخل في boolean condition اللي احنا برمجة اي شي فيها بالشكل سداسي هذا يصير boolean يدخل condition شرط ممكن يكون الشرط هذا اكبر من هذا ممكن يكون شرط هذا اصاب من هذا ممكن الشرط ان هذا يساوي هذا ضيعت هذا لكن ممكن يقول شرط وشرط كل هذه في condition اي شكل كذا بالضبط يختف عن باقي الاشكال هذه تدخل الكنديشن طيب الكنديشن تحقق الشرط نفث ما تحقق اطمر او في حالات نعيد نشيك مرة ثانية فهذه فكرة البوليون طبعا هنا قال لك اللي توقعت انه راح يكون شكلها hexagonal shape ليو هذا الشكل حق الكنديشن يعني يختلف عن البلوكات الثانية طيب ماليش وش الهيكساغن shape الشكل الشكل السداسي هذا هذا يسمي هوكساغن هذا يصير بس موضوع في الهيكساغن صح هذا اقدر استخدم فأي شخص ثاني بس الكنديشن او الهيكساغن هذي تدخل فيها الاشكال هذي اللي فيها شكل سداسي تختلف عن باقي الاشكال هذي مقدر احط لي هذا اقول الكنديشن ما اقدر اقول الكنديشن خمسة ضرب خمسة هذا ما يصلح لكن اقدر اقول الكنديشن اذا هذا اصغر من هذا فهذه الاشكال هي اللي تدخل طبعا تكون كذا هي طبعا مثلا عند وانت تدخل فيها لان شوفي هذه مقدر احط كذا مثلا مقدر ضيف هذا فتضع هذه هذي كلها مع بعض هذي اللي تدخل في الكنديشن فلما يقول hexagonal shape يقصد ان الشكل هذا هذا شكل round اللي دائري فهذي اللي تدخل في الكنديشن هذي مو معنات التوقع مو معنات ان ما تدخل في اي شي ثاني لا تدخل بس انها هي اللي يجي علي هالشرط طيب انا حط ها بالاخضر حتى ريلايز عن باناري طبعا boolean values underlying computer because computing fundamentally relies on bainary طبعا هذي حطها يقول لك ان لغة الكمبيوتر نفسه يتعامل مع الواحد والصفر تتعبفونها الواحد والصفر الواحد معناتها true الصفر معناتها false انا بس محددها الشيء على واللي مكتصر الكلام من هنا هذا كله ان الواحد تعني true والصفر يعني false في لغة الكمبيوتر هو يتكلم اللعنة بوليون و البلاك والبوليون conditions بوليون بلاك بوليون condition هذه وهذه ايو والبوليون expression في كده واحدة كلهم اللي خبطونه كلهم المشكلة فيهم تعريف كيف نقدر نفرق ذلك اباجي اباجي اذا دام ما وصلت السلايد بقى نشوف الفرق البوليون بلاك هذه تعريف بشكل عام بشكل عام نتكلم عن هذه البلوك حق طيب هذي البوليون بشكل عام هذا وصف الهيكساغنال هذا وصف بس للشكل يعني موت عريف ولا شي هذا هذا وصف عشان تتعرف الكنديشن يكون بشكل كده بس لكن البلوك هذه هذه بلوك هذه أصلا هذا يسمى بلوك هذا هذا بلوك هذا بلوك كل واحد بلوك هذه فلما أقول خلص بلوك الأول دخل بلوك الثاني هذه إذا خلص هذا الكنديشن يطلع للبلوك اللي بعد هذا بلوك فلما أقول الكنديشن البلوك أو بوليون بلوك هذا لهو يعني مثلا البلوك هذا اللي فيه بلوك اللي يقبل هالي هذا يعني ما يقبل هنا فهذا لما قول بلوك بلوك هذا يقصد به طبعا هذا يعتبر بلوك هذا بلوك هذا بلوك كلها بلوك بلوك مزين فهنا اللي يفرق طيب فقال بلوك انها يعني يكون فيها كونديشن يعترو يعترو يعتبر نتيجته فلازم يرجع شيء كالكونديشن يشوف هالترو لفوز هنا هذا السطر هو وصف للشكل كونديشن وصفه أو البلوك حقه فيكون فيه hexagonal الشيب اللي هو الأخضر هذا طبعا هنا يقول لك لغة الكمبيوتر هذا شيء مو بمره بس نعرف الواحد سوي true والصفر سوي false selection blocks هذي يقول لك selection blocks selection اللي هي فيها true false ويا condition يقول لك تلقاها في البالية هنا في control طبعا يقول لك there these are if then أو if then else في نوعين يقول لك if then أو if then else هذه النوعين هذي بلوكات طبعا بلوكات selection selection when action take next is the name cam طي الفرق بين هذي وهاذي هنا لما اقول لك if then هذي بلوك طبعا ماذا بلوك وكلها حقات condition أو selection selection لأنه فيه option و option هذي طبعا هنا if مثلا خمسة أصغى من عشرة هاي مثلا هنا إذا تحقق الشرط هذا يعني لو أقول والله فعلا صح خمسة صح خمسة أصغر من عشرة راح ينفذ لداخل هنا إذا تحقق إذا ما تحقق يطمر وينفذ مثلا لبعد هنا لش أي شي بعد هذه فكرة selection هذي لما أقول خمسة أصغر من عشرة إيه صح خمسة صغر من عشرة فهو مفروض أن 20 أصغر من عشرة ما راح يقول ها ما يصير شي لأن خطأ false 20 مباصر من 10 فخلاص مفروض أن هنا يطمر للي بعد خلان شو ممكن هذي تضبط إذا سويت كذا يعطين سؤال إيه على طول طمر للي بعد هذي ما قال هاي ولا شي طمر للي بعد هذي فكرة selection أن تحط condition شرط إذا تحقق الشرط يسوي لداخله ما تحقق خلاص يطمن للي بعد في هالحالة هنا أحط الشرط عشرة مثلا يساوي عشرة صحيح لو أنا أنا تراح لكم مش مختصر بس عشان تفهم الفكرة إذا ما تحقق think no مثلا no طي في هالحالة يقول لك هنا إذا تحقق الشرط هذا اللي يحط لق أنت حط condition هنا شرط نفذ هذا لكن ما تحقق نفذ الثاني هنا قلنا إذا ما تحقق أطمر لل block اللي بعد هنا لا عندك خيار مثلا إذا جبت درجات كاملة إذا جبت A بلاس أبطيك سيارة ما جبت A بلاس أبطيك أنا عطيت الشرط A بلاس ولا يا تاخد سيارة يا ذا ما في حال ثالث عندي شرط شرط عليك ولك يا then or else هذه الفكرة منها عده يحقق ما يحقق عده فهنا المفوضة نفذ نفذ تحقق الشرط راح يقول لها hello لك خنقو مثلا ما يتحقق 15 ما تسوي زي هذا يروح للبلوك لبعده طبعا هو مفلومنا كذا إذا تحقق بيقول هذا ما تحقق بيقول هذا بعدين يتمل لبعده هنا لا عطل يشوف هذا لأن ما عند له فهذه فرق بين البلوكات حقة البوليون الثاني دولي طبعا أي واحد في hexagonal هذه مثلا وهذه أي واحد في الأشي هذه تستخدم بوليين ترا هذي مثلا قدر أحط للشرط هنا wait مثلا يعني بالإنجليز تعرف أنها استنى وقف على هذا لي ما يتحقق الشرط هذا أو أعد مثلا عد الشغلة هذي لي ما يتحقق لي ما يصير يتحقق للشرط الهن يقدر يعد لي ما يتحقق هذه الأشياء الخاصة يعني اللي فيها ال condition condition انطلح الجنب طبعا خلان رجع سلايدات ف هذي قال لك لدي نوعين ل if then وال if then else او if then else ثم أنا والله ما أدري لا يكون مليت ولا شي ترا قدر أكمل بكرة كان في أحد ما طيب أنا حاط هذه لأنها شي في العملي في القصد البرنامج هال الأشياء هذي فأتوقع توقع بالنظر أولى أنا رح يشرح لي قلت أتوقع يقول أو يبيلد shake the condition رح shake on condition إذا صح true رح نفذ البارت اللي هو F هذا بارت هذا إذا والله فوز رح يضمر فوز ignores user spelling يسوي word هين الشرط خلنا نقول 3.1 ممكن نمطلع الوضع 3.1 يس هذا لا اي هذا هو اه تقول بيحس شغلي اوكي don't say هذا 3.1 اللي تكلم عنه هو ما خلي الجزء هذا اللي تحت طبعا بداية لما تشوف شي زي كذا تقول وش دا الصعب ترتع انا كنت في بداية كذا شوف الاشيال كذا خاف من او ش هذي وله هنا كثيرة لكن لو تقراها حب حب بتعرف انها شي تاب مرد هنا حط delete هدف list كامل ثم رجع اضاف list اللي هو عند list اسمها hard words click on me or splinquition يعني يضغط على sprite اللي هو مستخدم وين هال events وين sprite list click هالي شبه هالي شبه هالي ايش صوت يقطع ماذا صوت صوت ماذا اذا في احد تكلم اولا المهم استخدم هالي طبع في بداية رح يسوي الشغل هالي ثم يقول click هالي هنا وش سوى اذا ضغطت على sprite انا قبل لا اتجرب قبل ان بيصير كل شي بسرعة وما تدوش صار فلما اضغط على sprite اللي هي سمونها sprite الرسمة رح يحط لي آم هنا هنا شون شون كيف تغير شكله اي عندي هنا custom اقدر افتح هنا توقع الليبراي هذه واقدر حط اي شكل به طيب طيب اني علق من كثر الصور هنا ففي اشكال كثيرة مرة 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 يعني ومشار طلبونها هذه يعني هذا الشيء تقدروا تبدعون فيه في الواجب تصوروا الى شيء تضبطون خلفية شيء يعني شفني تراني فاهم فاهم عادي يوضط من custom طيب خلونا حين نحن فهنا ضغط على فلاك راح يحدف كل الموجود في الليست راح يضيفها ثم يقول لك اضغط يعطيك الامر انك ضغط عليه بيجيك كدا ضغط على سبرايت فحط لك التشغيل حق السبرايت ثم اول شي سواه متغير عنده اسمع وورد هذا variable وش القيمة اللي داخل variable هو طبعا حط لي set اللي هي وورد الvariable هذا وش حط داخل قيمة random يعني اسم random من اللي استحابي random وين random item random من item random كذا of hard words كذا حدا اللي سواه حين تقراها تقراها تعرف اشكال يصير ثم تبدو تجرب حط لي كلمة random هذه فكرة البرنامج هذا اصلا بشكل عام يعني هذا اللي يسمون algorithm فكرة انه يعني انا البرنامج اختار كلمة عشوائية من الليست هذه اختار كلمة عشوائية واجي اقول لك يلا اكتب الكلمة باقول لك اني بالصوت مثلا الكلمة كذا مثلا يزيد انا معلّك على كلمة هذه لكن يلا اقول لك الكلمة يزيد فانت تكتب spelling صح عليك ولا صح خطى عليك لا هذه الفكرة البرنامج يعني اعطيك كلمة random وسمعك اياها بالصوت بالصوت تمونا يقول لك يلا اكتبها انت كتبتها صح باقول لك اعطيك الكنديشن هذا وخطأ بعطيك الكنديشن هذا اباجيها علي كلها بس هذي فكرة كاملة فالخطوة هنا حطى الكلمات الصعبة قال لك اضغط عشان تعمل البرنامج هنا اختار كلمة random من هذه اللي بيعطيك اياها يسألك يقول لك اكتبها اختار كلمة random ما نجل بشو كامل يختارها خزنها في word مزين هنا راح قال لك اسمع الvoice انا بالشغل لكي تسمعها راح يقول بيسمع الvoice طبعا الاصوات هنا مسجله يقدر الواحد يسجل صوته وانا حتى قد تحوس وسجل صوت حتى ف سمع صوت اللي هي بالكلمة random لانه رابطها هنا كالكلمة بصوتها ثم يسألك هل يمكنك تكتبها طبعا مع الامر اللي يقول . space هنا . space bar راح تنتجرب انا تروح تضغط space هنا بيطلع لك السؤال اللي هو حط spelling حق الكلمة اللي اسمعتها جاوبت كتبت سبلنغ هقك خزنه في variable هذا خزنه هنا الحين كيف يتأكد كلمتك صح ولا لا فيقارن كلمتك مع الورد هل كلماتك نفسها ولا طبعا انا قلت قبل انك تقارن كلمات وتقلت تسوي اكبر واصغر حرف A قلت اصغر من حرف Z واصغر من حرف واصغر من حرف واصغر من حرف فهذا الشيء قاعد يسوي هو راح يشيك على الكلمة الموجودة عنده هنا مثلا communication تقريبا تقريبا واصغر ابو مغلق والآخر والآخر نفضل والآخر هاده مغلق الفآخر والآخر ثالث ثالث صح نفس الشي U هنا ال U المفوض انها في الحالة هذه ال M أصغر من ال U هنا طبعا بيعطيك خطر لأنك مو متساوية غلط فييجي يقول لك هذا الشرط عنده انها يتساون الكلمة هذه اللي كتبتها والكلمة اللي مختارها اذا تساوت راح يقول لك well done جوابك صح اذا ما تساوت راح يقول لك غلط اثري 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 ثم ابحل اضغت آούμε اذا شو ركتك صعبة بيقولي والدن اذا غلط بيقولي رونغ حتى وانا ناقلها غلط ففهمت الفكرة من هذا الخاصة ببارتل كونديشن هذا اهم شي انا يهمني انك تفهم تشوف اللي هنا وتقرأ وتقرأ وتعرف وش قاعد يصير انك اذا فهم تقرأ البرنامج خلاص والله العمل يبيصير تافع الشابترات عليك لا تافع فهذه مهمة اهم ما في ذلك البارتل كونديشن هذا انه if else انا تو ما تساوت غلط عندي فقالي خلاص عطاني else انه wrong وكنديشن صار في l فعطاني هذي طيب نرجع لسلايدات اللي هو هذا كال selection blocks guessing game that works هذا نفس اللي توسويته يقول set a secret number to random ask the user to their guess وتأكد انها equal ولا لا اذا equal بيطلع لك انا توقع سلاقة الاسئلة بتكون كده يعني اذا في عملي يعطيك السؤال كده بيبغى لك تسوي هذا الشي كده فراح يقول لك خم اذا اضع لك set a secret number to a random number ما ودي ادخل في ذا لن اتكلمنا فيه فالمثال هذا قام نجز بارت بارت يوريك يا لا هذا مثال ثاني او كم قال 3.5 3.1 3.5 نعم هذا هو هذا مادي من سألني عن اليوم صح طيح حسنا حسنا مثال شكال عنا 3.5 تقول عشرة قولك لا بعيد تجي تقوله 25 لا بعيد كل ما قلته خمسين لا انت اعلم من الرقم اللي في باري هذي فكرة البرنامج ترى هذا مرة بس شون سواش في الحين الاول ما تضغط على flag هذا راح يخزن random من واحد الخمسين في secret variable هذا secret number راح يخزن فيه رقم random من هنا جابه زين خزن رقم الواحد الخمسين خزن رقم الواحد الخمسين في الباريبل هذا هذي تحدد انت خمسين مية اللي تبيه ما تفكر خزن رقم ثم حطك الامر هذا هو المفروض انه يجيك هنا رسالة المفروض المفروض يعني والصح انه يكتب لك رسالة اضغط A عشان تلعب الريبل مثلا المفروض وصح يعني زي كده راح يشغلت برنامج طيب وبعدين ما اشتغل بس اذا جاء قال لي هنا press A press A مثلا كده بيقول لي press A اراح اضغط A واشتغل المفروض خلوه على المفروض طيب مفروض اذا ضغطت A راح يسألك سؤال اختر رقم من 51 انت تخمن 25 بيخزن تخمين حقك في user guest ضغط لك variable واحد variable الاول مخزن فيه رقم هو ال variable الاول مخزن فيه تخمينك فهنا الحين بيقارن رقمين هذي فعلي بيشوف اكبر و لاسعر رقمك طيب هذي احنا سميها طبعا اسمها nested loop nested هذي اسمها nested طبعا لما يقول nested معنى condition داخلها condition كده داخل بعض كده هذي اسمها nested هو في الكتاب هنا بيوريكيها بطريقة ثانية اللي هذي بيش في الطريقة تختلف مطيكيها number و else و كده لانه بيدخل في part اللي هو الترتيب والشكل بس كفكرة احنا لحين دامنا في الكونديشين خلونا في هذي المهم فانت بيقارن رقمك بهذا بيقولك if هذي بداي هو حط if else هذي ال if الاولى اللي تحققت بيسوي هالشي على ولدا ما تحققت بيروح للثانية هنا بيشوف اكبر و صغر عشان يعلمك رقمك كريب والبعيد اول شي قارن رقمين اللي خمنته كذا بنفس بعض بيالك وبنفس بعض بينقلك الثانية اذي نقلك الثانية اللي هو ال else اللي كنديشين ثاني ايب اذا رقم تخمينك أصغر بيقولك يعني رقمك صدق أصغر بيقولك too low اضغط a و حول مرة ثانية طبعا الرقم مالح تغير نتعيد هنا مالح تضغط فلاقف نيد تحاول مرة ثانية ليه ما تقرب مثلا يقولك too low و مالرقوق too high ليه ما تجيبه هذه فكرتهم في هالبرنامج اي مثلا يقول خم من رقم خم ثلاثة ثلاثين too high شف هنا قالي too high رقمي ما يتساوى ما يتساوى مع الرقم اللي مخزنه سحب عليه راح هنا قارن هنا رقمي أكبر ولا أصغر من الرقم المخزنه طلع رقمي أكبر 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 يعني كونديشن هذا فايل راح يساوى الالس كاني رقمك too high طبعا ثلاثين لما too high خلقه العشرين too high برضو نفس الفكرة عشراها too high كم مقطع ذا خمسة أربعة too low الحين وصل هنا ما تساوينا لكن هتحققت شرطها على رقمي تخميني ليه أربعة too low أصغر من الرقم اللي مخزن يعني رقمه خمسة ستة خمسة تساوي خلاص lucky guest رقمي مع هذا تساوي أعطاني هذا الكونديشن هلا أو يعني الريزولت هالي أتمنى فاهم الشي فاهم الشي هذا أهمي صاد مالي شوالي إن شاء الله لأنها الكونديشن خاص مبدأ واحد طيب السيليكشن نومبرز وليان كوربس كان بلوكشن بيوز رح تستخدم هذي في هذي تكلمنا شو اللي شرح نعتهو هذي أكبر أصغر ساوي ال الأوبريشن هذي هالأشياء هي إن مثلا تستخدمها في كونديشن يا أكبر يا أصغر يا ساوي يا رقم على رقم على كتابه هذي هذي اللي في eliminate أنه يقول لك إذا إذا الرقم الأول true مثلا ثان هي هذي متى تصير true هذي متى يقول والله صح إذا مثلا في الحالة هذه إذا والله الرقم هذا أصغر من هذا أي آذه علامة أصغر وأكبر هذي أذا والله أصغر وüğ shake متى هنا أقول true إذا بالله متساوين هذه هي b Jes متى هنا أقول true و إذا هذا أكبر من هذا كده ترو فهذه توقع أنه حتى بيسيك رياضيات أكبر وصغر تعرف متى أكبر ولا أصغر من بعض فبطمر هذا كله لأنه تكلمت عنه number blocks can be nested within compassion blocks يعني يتكلم أنك ممكن تكون بالطريقة هذه يعني nested أقدر على برمي هذا كله عندي أكبر وصغر ممكن تكون زي ما سواها 10 5 4 2 1 هنا 10 ممكن يصير هذا condition تعرف أي أكبر وصغر هذه فكرة السليلات الجاية كلها اللي هي هذه و اللي بعدها تقريبا أنك يعني ما تجي تكون 2 أكبر من سلب واحد لا تفك الأقواس وتقارب عليهم من أكبر أصغر نفس الشي هنا تفك الأقواس هذه ثم تضرب الناتج هذا في الثلاثة ثم تشوف هل هو يتساوي للا ونفس الشي هنا فهذا من شابتر 2 على شابتر 3 فهذا يعني هنا حط لك فالس ليش فالس مثلا واحد زائد واحد ونص هذه 2 ونص 2 ونص ضرب ثلاثة الأفضل ما معي حاسب حسنا سمي كذا طيب هنا قال سبعونا أكبر ولا أصغر قنا نعم الأولى صحح؟ الأخيرة لا الخير الأخيرة أنت أكبر 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 ثم تسمحني نتأكد قليل ثلاثة ثلاثة هنا خمسة فاصلة خمسة هنا واحد هنا واحد ونصف طيب هنحطها هنا عشان يقولها بس قدامنا اوكي هنتأكد بس قبلها واحد زايد واحد ونصف ثلاثة اوكي true ورقى لي false هنا كنا قيل false صح false is displayed هو false أساسا من واحد زايد واحد لا لا للانه هو حاطى هو soft اي لانا انت so long هو حاطى هو يساوي ساب اي اي بالفضل fantas beings كانوا فى رقى كالصوص اراحできREة برنامج انتهى هكذا ای ماذا فايلة المود؟ ما عرفت فايلة إيش؟ نوت؟ المود مود خارج قسمة مدري إيش إني ما حاولت كم مرة بس ما عرفت ومخارج القسمة شو خارج القسمة هذا؟ آآ أيوة أيوة هذا ماذا كنت أخذناه ولا شفتك في أمثلة أرى؟ شباب أنا ما جربتها الصراعة ما حست فيه أحسن قلت بدا لأن ما بعد وصلنا أو دخلنا فيه مخلي البعدين ما أحس فيها كلها لأمانة بس أحسن في الكوز أحسن آآ هنا طبعا هذه واضحة سحرة الأسئلة اللي زي كده أي سؤال أنا نصيح لكم في الكوز بكرة أي سؤال أفتح لأن هذا عملي هذا مفروض اختبار يكون جلسك على الجهاز وحل رح حركب بنامج بالناتج ما يبغاني أحسب لحسابات مضرية لأن الوقت قليل بالبرنامج لكن ليس بطاق طاق برنامج نس خلاصك وأعرف ليش صار كده ليش شوان حسابة حاولت حسابيا وكده بنفس الوقت قلوا معي آآ لا حسبة بحسبها واحد زاعد واحد ونص ضرب ثلاثة ثم بشوف ناتج يسوي خمسة أو خمسة أو لا وأعرف بفاصل أو لا طيب هنا البرانشينج أتوقع من برانشينج أن التفرع تفرع أو تفرع program extracted that allows and can be executed or skipped over according to some condition that can be either true or false in the mathematics and can be able to see as boolean values so condition as boolean expression okay طيب هو يتكلم عن هذه أنه ممكن تكون رقم صحيح boolean value يعني رقم صحيح ما رقم صحيح هذه اللي هي boolean value أو تكون عملية حسابية اللي هي boolean expression يعني يعني يتكلم أن الشرط أن الشرط يعني condition هنا مبشرط يجي عدد صحيح ممكن يجي مسألة زي هذه مسألة حسابية مثلا يسمونها boolean expression يعني مبأ أكبر و أصغر ممكن زي هذه هذا الفرق بين هذا يشرح لك اللي يسوينا تأوي أو يعطيك المتسميات حقها حقتها boolean values or boolean expression وهذا مثال على boolean expression okay selection branching أنا والله طعم برأشياء هذه معتها ما فيها example أوك هذا مثال عشان يعني يعني شو نقول يعني يعني لو أسأل أحد فيكم عطني مثال على يعني عطني شيء condition عطني شرط أبغى في two option يعني أيا لا أنا عطيتكم مثلا اللي مثلا النجح A plus بعطي هدية ولا بضربة مثلا ما عندي لضرب زي هذي الكنديشن هذي كل الكلامة هنا قاعد يطيك أنه مدري أنها قاعدة تلج الآن put the cat example if it's snowing if هذه معنى يعني هل هي snowing أو لا إذا إذا فهنا تعرف إنه condition خلاص if it's snowing put the cat in the kitchen هذا الف الأولى هذا اللي حطه مثلا هنا if then if it's snowing put the cat in the kitchen الثاني if it's not يعني إذا ما تحقق الشرط put the cat outside هنا if it's snowing يعني إذا هو حين يقولك يعني سنو ثلج لا بدون إذا والله ثلج حط القطوة في الكتشن إذا لا حطها مدري outside فهنا يعطيك مثال على سالفة condition يعني إن فيها هذا اختصر الكلام ذاك لا بس دائمنا أنك ما تقرأه لازم تقرأه تعرف مثلا put the cat false تحقق الشرط ومتحقق الأشياء هذي هنا the structure of computer program we could perhaps write our instructions figure parenthesis to make it clear which part بيتكلم عن اللي يسمونها float chart how to use the indent to provide the clue طبعا هذا داخل في الالغورتم أو flow chart والأشياء هذي النك يعني مبفل أويبلد في الكلام الورقي قبل لا تحط على أويبلد هنا يقول لك مثلا indent تحط الفراغ عشان يكون هذا تابع لهذا هذا هذا هل if هنا تحط لك طبعا تحط condition في قوسين الشرط حقك if it's known تحطه في قوسين هنا يقول لك حط لك indent عشان تبع الشرط إذا مثلا إذا تحقق الشرط الأول سو هذا لازم ندخله شوي الآلس على نفس المستوى إذا ما تحقق قصدي إذا ما تحقق تنفذ هذا بس كل كلامه هي قصد عنك تحط الأشياء هذي بعدين خلاص تروح للخطوة الأخيرة هذا هذا يعتبر بلوك ثاني هذا كل بلوك واحد اللي هو هذا if else والثاني عدد شي ثاني يختلف ففكرة كلامه إنه بس كترتيب كشكل للإندنت والإشياء هذي وإنك تحط لقواس على الكنديشن والإشياء هذي مني هاي لابنبول use the word if and else to indicate a selection كستر في الكتابة هيكتبون or if else the facts that turn انظر يتكلم عن مثال القطو هذا اللي قبل وليك شكله وكيف الإندنت الإندنت اللي هي الفراغ هذا اللي في البداية إنك تعلم اللي يشوف الحل لما أشوفها بالشكل هذا أعرف إن هذي تابع الهاذي أعرف إن هذي وهذي يعني يا واحدة منهم إن هذي تابع الهاذي زي كده the first alternative point طبعا كل هذي فوق يتكلم عن نفس المثال القبل إنه the true بتسوي هذا the false بتسوي هذا وغير التنسيق وغير التنسيق والكلام كله على الشكل هذا هذا اسمه flowchart يساعدك شان تفهم الأسحل if it's knowing yeah false yeah true عندك حالتين إذا والله true تنفذ هذا ثم تروح للبلوك اللي بعده إذا false تنفذ هذا ثم تروح للبلوك اللي بعده نفس الشي هنا yeah true yeah false إذا تحقق تنفذ الأول ما تحقق تنفذ الثاني وتروح للبلوك اللي بعده اللي بعده بس بلكت أذكر أذكر الدكتور حسين كان يقول flowchart مهمة ويجي عليها أسئلة اللي هي مثلا يعطيك شي يعطيك زي سلفة القطو هذي ويقولك أرسمه هذي كان لها اسم ما تكلم عن موضوع هذا هو بس هذي قال مهمة مرة flowchart حتى اللي فوق ما ذكروا لها اسم لكن هين ذاكرين ذاكرين flowchart ممكن يعطيك مثال يقولك مثلك true false طبعا لها أمثلة كثيرة في شي صعب في شي سهل ما جناه طيح هذا كله النبري توكسن الكندوشن النجة عادي تقيم sometimes more convenient توكسن الكندوشن النجة طيب عشانجو الانجليش word not is usually representing boolean expression by the word not هنا يقصد بها الوبرائشن not هذي نمطلح هلا هذي بنجيها بعد شوية عشانجو الانجليشن حيث هين البوليون أوبريتر اللي هي نوت شوف انا هنا اذكر ايه مقراه مريت علي مرور بس ماك حددت المسميات البوليان يونيري هالي اللي هي النت تشتغل على كنديشن واحد ما تشتغل على اثنين كلها يعني هنا نت تشتغل على بس اللي هنا بس اللي موجود داخلها فهي بس المفضل اكتب حم فكرة نت تبوركيها الحين اه طيب اوكي اذا الشرط النت هي ذي اللي تنكر الشي اللي موجود اذا الشرط صحيح الشرط هذا صحيح عشرة اصغر من عشرين صحيح يعني هذا المفضل انه يعطيني تيجة true عشرة اصغر من عشرين صح لكن اذا حطيت قبل نت بيطيني false عكس الناتج اذا قال هنا true نت معزد اكسه false فهي مفضل انه يقولي false هذه لكن خلق نقول مثلاً مياه اصغر من عشرين false مياه اكبر من عشرين لكن اذا حطيتها في النت بيقولي true ويعكس اي شيء لا يعكسه هذه فهذه فكرة النت لاتكلم عنها لازم تعرف انه مسمىها البوليون وانها تشتغل على مثلاً اللي هي condition واحد ماذا ندخل نت جو نت يعني انا شفتها بالسايدات بس ما عرفت ماذا ندخل البرنامج هذه نت جو نت كده القيمة هي false بس عشان النت موجودة خاص اعكسها صار true احطها داخل النت ثانية صارت false احطها داخل حتى ثالثة صارت true تمام تمام وصلت هذي يلعبون في شيء هذا فهذه فكرة النت يعني ما فيها ما فيها شيء مرة معقد sequential versus nested هنا بيدخل على الترتيب يعني الفرق بين sequential اللي هذي والnested اللي هي اللي نسوي احنا قبل شوية اللي هي فيها if then ام انا اشوف انها مثال نظري هذا ولازم تعرف ان يعني الفرق بينهم اللي هو مثلا خلو نكياح هذا المثال اللي خدناه قبل شوية اللي هو اللي خمن من واحدة للخمسين ولا كي قيست ولا فوق وعلى طيب هذو المثال زين هو طبع عندك ثلاثة شروط واحد منهم بتحقق يا ان انها تساوى يا ان اصغر يا ان اكبر ما في انها بتحققون اثنين مع بعض ولا كلهم تتحقق واحد منهم زين زين فالفكرة من ان يحطك اف ثم الاف ثم الاف بعد ما تساوي اف و اف then اللي ما شوناها المثال اللي ارميته كم كان توقع لنا هذا ايه هذي ايه هذي ايه هذي ايه هذي ايه هذي اللي اسمه نستد اللي كندشن داخله كندشن هذا اسمه سيكوينشن كندشن كندشن طبعا كاداء و كاخف هذا افضل بكتير لانك تختص موضوع اياه هذي و اذا مو بهذي خاص سيو واحد من سنتين ما يحتاج احطلي اكتر من اف 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 فهنا الفكرة هذي الكلام ديس راح يعطي نتيجة راح كل شي بيجاوبك و كل شي بس انه هين فلو شارت هنا الفرق هنا راح نرسم لك فلو شارت ان اذا صار true اذا تحقق الشرط هنا مشيته وصار هذا يعني true عندك راح يقول الشي هذا لكن من نفس الوقت راح يمشي هنا ويتأكد من هذا ثم يمشي هنا ويتأكد من هذا هذا لكن العادية الثانية خلاص اذا قالك هنا متحقق الشرط خلاص بيطمر الله خير بيطلع من هذا كله بيطمره اللي قبل لا بيمشي عليها كلها هو تقريبا يعطي جواب لكنها مثلا يصير البرنامج اثقل هذا الفكرة منها يعني الان اتكلم عن برامج كبيرة لما تصير اخطار زي كذا يصير اثقل برنامج يعني انت تشوفوا الموقع الكويس و الموقع اللي يفتح معك بسرع و الموقع اللي يفتح ببطيئة مش هكذا زي كذا و الموقع اللي يفتح بقيد فا اذا سكتراني اخلي موية شوية هذه هذا هو سيكونشل والنستد داما كلام زي كذا ما دخلت فيه دخلت فيه بس أنا ما أهمني دامني محدد هذا كله يعني مو ممر رغم ممكن شيء شرحناه أو قررناه قبل أو شيء حتى بالنظر هنا تعرف أن مثلا خلاق راع سريع نفس اللي قلته إن إذا صار هذا true راح يرجع يشوف الcondition هذا ثم يرجع يشوف الcondition هذا بيعطيك هنا false و هنا false هذه الcondition الأول أعطاه true طبع هذه ثم رجع بيعطي false هو الفكرة أنه خلاص بفوضل نكذا سويت هذا true أسحب على هذي كله و رحلت تحت ما يحتاج مرة هذا هو النستد اللي هو هذا اللي true النستد ترك اللي هو عشان if else then if else no blocks are run unnecessary هذي الفرق بينهم إنما يحتاج تمشي على بلوكات يعني أنت متى بحاجتها فهنا خلاص فهنا خلاص إذا أتحق الشفاء خلاص أطمر لي بعدها و انتهى هنا الفرق it's more efficient أكثر كفاءة حتى يعني شكله أفضل حتى ثم ثم هنا المقارنة بينهم هذا مهم هذا نرجع يعني زبدة الكلام يكون هنا عند المقارنة هذه طبعا هنا يوريك شكل نستد عندك الشرط الأول الكونديشن الأول هذا هو يهان true أيضا fear إذا true خلاص skip إذا here true خلاص skip إذا false رح شف هنا هذا يحقق هذا خلاص skip هذي فكرة مثلا هنا دخلنا قالت false رح شف هنا false true خلاص طبعا هنا هنا الor والand البوليان أوبريتور هذي are used frequently in programming اسمها هنا فقامشي انك تعرف اسمها البوليان أوبريتور الي ه الثلاث هذي هنطلقها تبع أنا ان شاء الله بعد المرور السريع أو المراجعة هذي خلاص بكرة تصير فاهم إن شاء الله الفاهمين و خلاص طبعا هنا ال Operators and or not not خلصنا منها ان شاء الله هنا يعلم كمين تلقاها موجودة في ال Operator tab اللي وهذا Pallet compound condition انها فيها اكثر من condition هنا ال Boolean Operator فيها اكثر من condition اهم شي في ثنتين الاولى طيب ودي اطمر هاذي عشان اوكي وهاذي وهاذي كله بختصفى ان شاء الله وهاذي بعد طبعا هنا هنا لما يقول and or هنا لما حط لي condition وحط لي هنا condition وحط هنا condition وهنا condition ان شاء الله زين وش الفرق بين هما ثنتين دولية and يعني انا اطلب هنا هال condition متى طبعا هذي كلها تصير هنا كلها تصير هنا زين وانا اطلب هنا وانا اطلب هناك وانا اطلب هناك هنا الاند الاند يعني انا اطلب هذا كلها condition هذا يعني لازم يتحقق كامل اذا هو true صح فانا بنفذ هذا هذه فكرة condition انا عرفناها لقبل اذا هذا true بنفذ false بروح لي بعدها طيب هذي فكرة الاند قصتي ك condition كامل طيب هنا في الاند شرط انه يتحقق عشان اعتبره true انه لازم هذا يتحق true وهذا لازم يصير صح وهذا لازم يصير صح عشان اقدر اقوله والله هذا condition كامل true لان اند ابي هذا وهذا ما فيه يعني فهنا مفوض انه يصير خمسة او ستة هنا عشرة هنا هنحط عشرين هنا خمسة مثلا ستة اصغل من عشرة والله true توقع نشوف الثانية عشرين اكبر من خمسة والله true هنا ما ناتى condition كامل true لكن اذا هنا مثلا واحد هنحط الضغط هذه خمسة اليه هنا المفوض انه قلنا ستة اصغل من عشرة والعشرين اكمل خمسة كل ثنت هذي true وهذه true دام ثنتين true انا شرطي كدا انا بغد ثنتين هادول يكنهم true اذا صاروا كلهم true خلاص بنفذ الي داخل حق الif اذا واحدة منهم false ما قدر انا بغد ثنتين اذا واحدة فاصبلة اخلاص يصير هنا فهنا مفهوض اني حلو ببعنهم true true بيقولي مبقى الي شيء say فاصبلة طي اوكي الخطأ اني ما حطيت هالي بيقولي هاي لان هالي تحقق الشرطين كلها فخلوا واحدة مثلا ما يتحقق شرطها false خاركة false طيب هالي ستة اصغر من عشرة true هنا واحد اكبر من خمسة لا false معناته ما تحقق شرط كامل انا بغى ثنتين كلهم true خلاص بيقولي false بيسحب اللي داخل بيقولي تحت هالي فكرة الانت هالي فكرة الانت اجل ال or ال or يعني يا هالي يا هالي ما ترفق معي انا متى بعتبره true كامل اذا اتحقت يا هالي ذيك الساعة بعتبره true ونفذني هنا انا تكلم عن condition كامل بس هنا مخيرة يعني تبي تنفذ هالي و هالي خلقوا هنا مثلا 10 يساوي 10 وهنا مثلا خمسة اكبر من واحد واني حاط space خمسة اكبر من اربعة خمسة اكبر من اربعة هنا عشرة يساوي عشرة صح هنا خمسة اكبر من اربعة ماناتة true true المفوض لو هالي هنا بتنفذ الشرط هذا لكن هنا مخيرني انا متى مخير عشرة لا تدخل من اربعة ي realmente ألي مشة بعد اخير jeito انا صحنا لا نفذي اي true هاي الحال شكرا رقش اي مخير هذي الفرق بينهم or and النت عاد قلناها اذا القيمة زي هذي قيمتها false عشرة ما تسوي خمسة بنفذ هالي لان النت يعني اعكس هي قيمة false بيقول هاي خلاها true هذي النت اتمنى انها شي واضح ترى هاي شي اختصار الكل اربار هنا بس سلايد هلا شن تعرف اسمائهم boolean operator وانها compound condition اكثر من شرط وانها common and or not هنا بدا في ال and قال لك اني وهذي وهذي شون جايب and ايه هنا الشرط الاول and وهنا الشرط الثاني هذا الشرط الاول وهذا الشرط الثاني إذا قال report true انتم فهمتوا اللي قلتها اوه اللي هو العليمين اللي على اللي صار نفس العليمين قصدها صح? اللي على اللي صار نفس العليمين قصدها صح? اي اي ال and لازم هذا وهذا كلهم true هذا ال and زي ما قلته اللي لازم هذا الشرط يتحقق وهذا الشرط يتحقق لذلك الساعة اقدر اقول كله كامل true واقدر اعمل فالكلام هذا اللي اقول انا اختصارة هنا في هالحاله شوف مثلا واحد اصغر من اثنين صح حالي true اجي هنا ال and واحد اكبر من سالة واحد برضو صحيحة هنا معناته true فهنا قالك في figure 14 هادي مفوضة انه ريبورت true على هنا figure 15-12 طيب في احد منكم بجاوب 15-16 ابغى احرقكم شوي ولا راحوا كل الناس اسيد اي الميكات انتم محطين mute ولا انا مقفل شي ولا اش سالفة او لا اهم حطينها اوكي كويس طيب 15-16 دامك تشاركين اسيدة او اي حد فيكم اذا حطلوا على التكست الخمسة اصغر اثنين false and الخمسة اكبر من الواحد true اذا صار في ال and يكون نتيجة false اوكي راح يسوي ينفذ بلوكث ثاني يقول اذا فيه then العشرين العشرين يعني ان شاء الله انكم فاهميها اي اوكي تمام طيب هذه خلصناها وهذه ال or يعني ابغى هذه تحقق يا هالي ما تفرق معي واحد اصغر من اثنين صاح true واحد اكبر من عشرة هذي false مو لو ال and كان قلت لا false خلاص لو ال and لان ال and يشرط هذه وهذه هنا لا خلاص دعم واحدة منهم خلاص اعتمد true ونفذ اللي في ال F اللي هو انفذ اللي هنا انتهو وحطيت nat وحطيت 10 سوي 5 صح لا في ال IOBuild ايوه مممكن تحطها في ال f وش توقعين وش راح يشعب ااه nat 10 سوي ماناها true يعني بيقولوا say hi ايضا يقولي هاي اللي مثلا يعطيك هنا يعطيك مثلا and داخل or مثلا هذي يصير مثلا بدل هذا يصير هذا كذا مثلا فحلوة مثلا هذا يعني انت تشوف هذا وتشوف هذا وتطلع false truth ثم تقرن بهذا ثم تعرف condition كامل وشو زي كدا فهذي حلوة انا توقع تجعلها هاسرة كذا اللي شي هما يحبون الشي ال direct فالشيالة زي كذا احتمال تجعلها هاسرة لزي كذا فنشوف انها حلوة هذي والافضل انها بال او يبيض لكن وقت ممكن طولنا الحين بس عشان نبغى بالنظر حاول اقروها بهمها طيب هنا وين اي بريست انتر نيو باشورد انا مش كلا امس مطلع مجموعة امثلة وحتى حكة الواجب اللي خذوها هذي انا ساسبر كميها بس ان شاء الله ان شاء الله طيب وين بحنا هذا المثال لما انك طلعته للافلس يقول البيجر خامسة compound condition نبغى بشيك هنا في شي في نقطة طبعا اي بريست انتر نيو باشورد باليوزر اخزن كلمة الوزر في الباريبل هنا اعطاك الكنديشن هنا الكنديشن هنا الكنديشن يقول هنا طبعا شرطة ان الباسورد حقته لازم تكون اصغر اصغر من اربعة وبنفس نحن اصغر انها تكون ايه الباسورد تكون length of password طول length of password معناتها عدد حروف في الباسورد هذه length of password يكون اصغر من اربعة او يكون اكبر من ثمانية يعني عشان يتحقق الشرطة هذا فحنا نقول دخل الباسورد مثلا يزيد يزيد مو بأصغر من اربعة ستة حروف هذه فهنا هذا صار false دخلت الباسورد كتبت للباسورد يزيد خزنها في الباريبل راح قارن length of new password طول الكلمة اللي دخلتها ستة اصغر من اربعة هذه false انها ستة حروف هذه اربعة من false length of new password اكبر من ثمانية برضو false هنا الباسورد حكتي false بتصير يعني ال or هنا false ما راح انفذلي هنا راح يقول لي set new password خلاص بيخزنها 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 في الباريبل اللي هو واضحة مرة هالي لكن اذا خط ما تحقق short false راح يقول لي هنا قصد اذا تحقق واحد اثنين يعطيني هذي selection with strings هذي قلناها اللي هو ال الدولة نفس المثال لكن ترى لي oggi اطمر يجب عليين ثقافを هنا يقولpi ان ال او بلد يتعامل مع الحروف وان يقدار يقارن اكبر واسقر either to left of A to the right of Z شلون تكفى للمتال الكريم هذا اي تو تكلمت كنت هذا اللي قبشي كلمت هذا الليتر اه هذا الليتر اوكي طيب اقرر ما فهمت وشون اصغر اكبر طيب الليتر احنا قلنا هنا الـ OUBUILD A SMALL اي كابيتل تساوي A SMALL هذي لا انفضنا عي ساوينا اي كابيتل تساوي A SMALL في الـ OUBUILD هنا الـ A اصغر من الزد ان ترتيب الحروف A B C D E F G الى زد اي اللي في البداية اول حرف يعتبر اصغر من اخر حرف الزد كان يقول مية و الـ A كان يقول واحد مية اكبر من واحد فالزد اكبر من A نفس الفكرة هذي اه مثلا هنا اي أصغر من زد معناتها true هذي بيقول لي hi زين بي سي لو ما احط مثلا احط هنا زد وهنا بي لا زد اصغر من بي لا فالس هنا رح يقول لي هذي فالس فهذه فكرة الارقام يعني فالحروف طيب اهم شي نفهم الـ concept هذا ان من left to right الحروف و كصغر و اكبر هنا في المثال هذا قال لي لما ادخل باسورد letter one of password هو اشارطة هنا وش الشرط الـ condition عنده ان الباسورد ما يكون اصغر من A لما اقول اصغر من A معناته كذا تعجبات و اشارات هالشي هذي هالشي هذي اصغر من A او ان احيانا تكون اكبر من زد هالشي هذي هذا قصده يعني هنا يقصد ان الباسورد ما يكون فيه اشارات و علامات هذي انا لو عرف المثال هذا كان ضل احتفل بلنامج فهنا يشوف اول حرف لحظة letter one of new password هنقول اول حرف مثلا Y يزيد Y اصغر من A false ثم نروح اخر حرف letter وقصة ث اول حرف اكبر من Z بيكون Y اكبر من Z بيصير false هو انا اتكلم ثم نفكها اوكي موجود activity 3.10 احنا نفتح كامل احسن 3.10 يارب نطلع 3.10 يارب نطلع 3.10 يارب 0.10 يارب نطلع 4.10 يارب نطلق -" مثلا يارب نطلع هذي النتيه كانت لأحبط شوي. هنا. يمكن انه. عشرة اللي هو انكمبييتيت. هذا ممكن. آه برضو لا. للأسف ما عندي مثال كامل بس لاني اشان نفهم الشيء بيه. برضو خليني اقراه هذا وانا كانت صار سؤالين اللي لازم اقراهم ويود جاوب. حق الالغورثم صح? وهذا الثاني. خلنا نشوف هذا. ما ودي ضيع وقت. انتي اسهل صح? ايه. خلاص بارجع لهذا. ما يسمي. اللي هو خلقت باندي سيليكشن و سيليكشن و شرين. لاني اذكر قارية و عارفة. بس ممكن وقتها حين راحت مني فانا نفكر فيه. بس هنا ايهم منك تعرف ان. انا ما عادش مطلوب فوق. البرنامج كامل خانشوف هنا. اقل سهد ضد الفاق كامل. اعطى المسخول لو انفضو فيه. لو شخص مطلوب فوق شووة لا يكلم. جدا. اقول مثل المسخول اللي هو ايهم. اللي هي الشي اسميه الله اللي الاشارات هذي تعجباته الاشياء عالي هذا هالي تعتبر يا أصغر من الـ A يا أكبر من Z هذي تعجباته هذي فالبرنامج هنا يشيك هل هو حط أول رقم طبعا هو شرط يقول حط ادخل باسورد لكن شرط أول رقم أو أول خانة باسورد ما تكون تعجب ولا الاشارات هذي هذا شرطه زين فهني شيك أول خانة من الـ باسورد المدخلة أصغر من A اللي هي الاشارات دي ولا طلعت false يعني هذي مثلا حرف Y يزيد فمو بأصغر فلحب تطلع false هذي ثم من أول حرف من اللتر ما رح تكون برضو بتصير false هذي يعني الأول حرف ما رح يكون لا أكبر من Z ولا أصغر من A يعني ما في إشارات أول حرف فهنا بيقول لك اللي هو الثن أتمنى أنه وضح شوي هو أهم شي تعرف فكرة إنه لما يقصد هذي فهو يقصد أصغر من A أو أكبر من Z فهو يقصد الإشارات هذي ما يقصد شي ثاني غيرها والبرنامج كله يشيك على الباشورد هل هي أصغر من واحد أول حرف منها ما يبغاه إشارات أبي رح لي بعده سيليكشن with Strings أوكي هذي قلناها نكتستخدم الأشياء هذي في الكتابات طبعا مثلا أكدر أقول يزيد أحمد فهنا ويحط أحمد فهنا أقدر نقول من أكبر يزيد أحمد يزيد ليه؟ لأن الألفابت ي أكبر من A أي وبالضبط ي أكبر من A خلاص سلايد هذي كان يتكلم على شي إنك تقدر إنك تقدر تستخدم من الأكبر والأصغر بدل الأرقام حتى مع الكلمات هذي الفكرة منها ما عليش فيه فكرتانية بس هنا اللي هي؟ اللي هي حق النظام الأمريكان أمريكان أمريكان كود أمريكان كود أمريكان كود أمريكان كود ما تفرق بين A capital و A small بين الشروف فالكابتال و فالسل كلها فائلر يكتب نفس الشيء أيوه هي نفسها اللي لما أقول A يسوي A أي أي نفسها المو هذا يعني البلوك هذا أو السلايد هذا كله يتكلم عن أكبر أصغر يسوي إنك تقدر تتعامل مع حتى مع بلسترينج الكلمات فالأي أو يبالد ما A small هي نفسها الأي capital ما في فرق بينه هنا كاتب عليك يعني ما يجي يقول لك في السؤال الأختمار أكبر 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 أفهم شي هذا طبعاً اللوركيس هنا يتكلم اللي هالهو الأمريكان ستاندرد نفهم الأاسكي كود أسكي سيستم هذا أو أسكي ستاندرد أو أسكي ستاندرد يعني الأاسكي أتوقع أنه يفرق بين الأي capital أسم الله هذا كاتب هنا مو أنه ما يفرق طيب اللي بعده كمبارشن بلاكس كمباربورد نفس اللي قلنا هذا هو زي لما أقول أي أكبر هنا هذي أتوقع تجي على هاسئلة تشوف تقارن أول حرف بأول حرف ثاني حرف بثاني حرف هنا أول حرف بأول حرف خاص متساوي ثاني حرف أي أصغر من الأر كترتيب الحروف من A إلى Z أي أصغر خلص معنا تترو هنا من هذا خاص نفس الشي هنا C نفسه أي نفسه سمبليفاين Sympfen هاذي تقريبه سمبليفاينق سليكشن ثري بونت وينت 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 هنا 3.11 هنشوف 3.11 انا بطلع 3.1 3.11 ما انته في شي كده مهم طيب password 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 تم اهلين الاحسان طيب هنا في البداية و نقلق هدف اللستات كاملة راح اضافها واحدة واحدة لي اسمع حيوانات ثم نحط password random و خزانها اسمه password ثم password كله ايه كلامي اذكرني على هذي ايه ايه هو طبعا بيتكلم عن كل واحدة فيهم واحدة اثنين ثلاثة ايه password بافلاق حاله اذكر هذا كلامي ايه كله نفس المثالة طيب اسمعها password الاسمع 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 انا الهي ما ادوش معنى قصد الاسمع 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 هو يطلبك الحين يقول لك في بداية اكتب password وابغى الاسمع حقك نفس الهوت هذي الطابة عشان يفتح لك البرنامج حاط لك البرنامج هذا يقفل حق البرنامج حاطة فالسة الحين نقفل البرنامج عليك يعني اتوقع اضغط ما راح يقولي شيء يبغى لي ادخل password سو ازيل هوت مقدر مقفل علي هذا هذي فايدة ال password طم سولي لست خزن هوت هنا الاخن راح يقولي ادخل password اضغط على سبرايت عشان اضغط عشان نجرب password ضغطت على سبرايت سألني سؤال انا راح اجاوبها على اساس اني اعرف ال password هذي زين اذا جوابت صح بوريكم ال condition هذي هو سألني سؤال حين اجابتي بيخزنها هنا في ال password attempt وبيقارنها مع ال password اللي هم خزنها هوت بيقارنها اذا والله طبعني هو قاعد الحين يقارن كلمات حرف حرف يمشي اي اي زي يوم يقارن تو اذا والله مع ال password صحيح كتبته راح يفتح للقفل اللي هو password correct هذي بحطة true زين وبيبدأ البرنامج حقيا اللي بحط animal المتغير هذا animal بحطة الى random و فان بيختار لي random من هنا و شو اسق برنامجة كوريكت هنا كوريكت هنا واي سبعي كوريكت هنا ما اديش برنامج الشبية انا ما اديش برنامج الشبية بس هنا يهمني البارت هذا انه بيقارن بينهم بيفتحلي البفل حقه ثم بيحط لي ختار لي random animal بيحطه في animal هذا في حالة نتحقق منفذ هذا كله بيقولي password incorrect ويفتح لي هنا هذا في حالة نتحقق انا عرف ال password هنا هوت لكن خلبي بكتب yes false طبعا ما راح تتشابه بيقولي password incorrect password incorrect خلاص طمر هذا كله دائما الشرط ما تحقق طمره كله راح للي بعده click the sprite هنكتب password هم root root المفوض انه بيحط ال password هاي true بيختار لي animal بيحط لي random animal يبدالي برنامج هذا password correct now press your spacebar press spacebar احين ضغط spacebar هنا طبع هذا البار في حالة اني ضغط space بدون ما ادخل ال password اول ما اضغط space الحين اذا شاف ال password correct وهذا false هو حط زيل اذا هي ما زالت false هنا اغيرها اذا تجد صح اغير قيمتها true اذا صارت false اذا هي false اصلا ما تغير انا مغيرت حين مجاوبت صح اذا هي false معناته خلص بيقفل البرنامج فوجه stop the script و انه انت البعثه زي ما قالي اول مرة بقفل لكن حين هي متغيره ترون لاني جابت الجواب الصح المدشون دخلني على البرنامج حقه اضغط space بيبدأ من هنا i spy يقول i spy بيقول لي هالكلام بيقول لي مثلا الحرف الاول من حيوان الفلاني هو حاطة random بيعطيني الحرف الاول منه هو الحين ويقول لي خمن وشو i spy قال بي صح بي خلنغش هنا بات اذا جبتها صح هنا احنا القس حقي هنا اذا جبتها صح بيقول لي والدان اذا جبتها غلط بيقارن اصغر ولا اكبر ما ديش يعني ملقرايت فهمونه يارب انه صح اوكي والدان بات اناك تخيف نصير هذا هذا البرنامج الي هو اختصار الكل هذا من هنا اي من هنا الخطوة الثانية وهذه الخطوة الثانية وهذه الخطوة الثالثة وهو يهم يهم هذه الكنديشن هذي الكنديشن هذي تهم مرة في البرنامج الي طيب اه عرفنا فايدة الباسورد كوريكت هذي انه ممكن انه يحطه كفاوس قطعات فايمة نفسها ما تغيرت فايمة نفسها ما تغيرت ما غيرت حالا فما رح يدخلني طيب انا ادكني شفت هذا مهم او اني حددت عشان برجع له بس هذو شرحت اتو اسمع كيف يعمل في بار 2 و 3 هنا يتكلم عن بار 2 و 3 من هذه و قلناها تو انا ادرس اهارتكم problem with solving problem solving design and algorithm how can I define specification first check اتوقع نفس الشغلات إذا صار الشي هذا يأتيك شرط إذا تحقق شرط هذا سو هذا ما تحقق شرط سو هذا كلها نفس الفكرة يعني كأنه يتكلم عن إذا تحقق شرط سو هذا إذا تحقق شرط سو هذا إذا تحقق شرط سو هذا هذا اللي تكلم عنه هنا وهذا كله طبعا حتى ما حدث لنا منهم testing and debugging إذا عندك طبعا نهاية الشابتر اللي قبل قال لك إذا في أخطاء في المنامج وسباب الأخطاء ومدر إيش واللستات والأخطاء هنا نفسها بكعدي ذكر الأخطاء في شي مهم أذكره هنا اللي هو الباندري الباندري لما يقول لك يعني زي سؤال الكويز والواجب أنا ودي بالباندري هنا سؤال الواجب الأول تكلم عن الباندري هو هنا قال أطبع الأرقام فوق خمسين فأنت لازم تحدد له وش الأرقام اللي فوق الخمسين هذه هذه الباندري لأنك تحدد من قيمة إلى قيمة ولا تغلط مثلا تخيل قلت لأطبع خمسين وأنا حاط مثلا خمسين معتها يعني خمسين و بلس معتها خمسين ما رح يطبع يعني بلس معتها بلس معتها بلس معتها بلس معتها هنا أذكره هنا أسمت لي بلس معتها وأنت انت أصيلا هذه إذا أريد الأرقام هذي أضع 11 يعني أكبر من 11 ما في أكبر يساوي أكبر من 11 هنا مثلا وينها؟ هي كانت اللي الخمسين أكبر من الخمسين ايه؟ اللي أكبر من الخمسين هالي أنا ما نسيتها شو نجيبها لكم الصراحة بس هذي مهمة وتدخل في السؤال الأول هالي مودي وليكم مهين وينها؟ لا في فيها فيها الباندري يعني مو بداك الضروري مرة بس هنا اترا امركز عليها عشان اتبعها السؤال الأول من الواجبة داخل بحله اللي هي من ومن بمشي ع السريع لاني مرة تأخرت الأرورز المشاكل اللي تصير سببها نفس اللي قبل ان مثلا نسبي ان الاخطاء شف الامplement condition انك تحط condition فوق condition غلط هذي المشاكل ثم ننظر kind of if the program involving if else blocks يعني تحط الأخطاء مثلا الف سو كده مثلا الف سو كده والالس سو كده انت سلعاكسهم مثلا هو يتكلم عن الأخطاء اللي تصير في البرنامج هذي اللي مثلا في شغلك فيه ممكن وش ممكن صير خطأ ممكن تخطي فيه هاذا سلايد بلا دا طفشتوا علموني خاص عشان نوقف ولا ولا حين مكملين اه اه طيب مو احسن لو نكمل بكرة فور ايش مو احسن لو نكمل بكرة فور ما سمعنا مو باحسن لو نكمل بكرة فور هي تيكو اه الصدق 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 انا ودي خلص الحين وافتك صراحة وافتك لان عندي شغال واجد مرة كوزات واجبات الدنيا الصدق طيب امر على ميتنك فور ميتنك فور اختصار شديد تتكلم عن اللوب اللوب شمعناتها اضبر من الشي هذي اللوب يعني الشي انه يعاد اكثر من مرة تتكلم عن اللوب اضبر عن ل حطها مثلاً عشرين بيمشي عشرين خطوة ويعاد هالشي خمسين مرة ويعاد خمسين مرة بس انا حاط هنا اذا صقي على الاج يرجع ومزي ثوادي يضيعنا هالهي الى خمسين خلاص وقفت الفوريفر راح يقد يدور ما يوقف ابداً ليه ما حط لانا شي يستوب هذا الفوريفر يعني اللوب تستمر 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 ما توقف اذا نستخدم شي اسمه stop خلاص stop this script خلاص ما يسوي اللوب مراحل وخلاص يوقف يعني يمشي كده يريد خلاص يوقف فهنا هذا الفوريفر هنا اقدر repeat until اقدر حط لك condition هنا حط لك condition مثلا كده ولا كده هذا repeat until فالcondition اوقات ممكن يصير مثلا فوريفر يعني ممكن يصير زهاري يعني الكنديشن ما فيه امل يتحقق مثلا فيبدأ يدور 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 فهذي تقريبا المين بايسيكس حقه اللوب اللي هو الاساسيات هنا هنا يتكلم بشكل ان الناس يتعبون من التكرار وان البرنامج عادي ما يتعب repetition هذا المسمى حقها ثلاث انواع اللوب اللي قلناها ثلاث انواع فكس نمبر اللوب العدد للرقم معين اللوب للأبد او الى condition فمين تحصله في control palette هنا حط لك مثال بس انه يعني هو اللوب راح يقضع عادي 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 الكنديشن حقه ليما يوصلون هنا اذا وصلوا هنا خلاص صار الكنديشن true الول خط يبدأ او الشيء ثم يبدأ الكنديشن حقه اللوب repeat عشر خطوات وقفوا شوي غير الشكل الى next custom هنا الاشكال تطير custom هادي فانا اقدر اصره الى حين كده move when custom looks next custom هادي ساعدني اطلعها هادي هادي انفروج رجلين تطير يجب ان يحق next custom يجب ان يغير بين اثنين حصولي هادي هادي الفوريفر اللي تولتكم إيها فوريفر فوريفر يعني للأبد يعني تصير فوريفر يعني نفس نفس اللي شرحته ما في شي جديد يعني ما تستخدم في إيش تستخدم مثلا يحط ميوزك في الخلفية لأشي عالي أو مثلا حركة معينة خلي مثلا هذا يتحرك يدور هنا وبرنامج يشتغل يصير يشتغل الحال يدور الحالة إيه لها استخدامة لفوريفر هذي الميوزك طبعا فوريفر لوبس لما الحين هذي يصير ستاك فوريفر هل أقدر نفذ هل أقدر نفذ هل أقدر نفذ شي بعده هنقل بعده شي كده أو سي لا هنا هل أقدر نفذ شي هل أقدر نفذ شي هل أقدر نفذ شي هل أقدر نفذ شي خلاص فوريفر فهنا الكلام هذو هم هل أقدر نفذ هل أقدر نفذ شي هل أقدر نفذ شي فهذا هو شكل هل أقدر نفذ هل أقدر نفذ فوريفر لوب متى توقف إذا استخدمنا هذي stop لابد نفذ هل أقدر نفذ مكان ثاني هذي stop متى وقف الفوريفر فأو أحط عليك طبعا conditional loop هذه اللي loop until اللي تكلمت عنها اللي loop بشرط اي شرط عليك هالي هي اللي لازم يكون محا وحط عد شروطي if then اذا تحقق شرطها اذا ما تحقق تسوي اذا ما تحقق تسوي انا محدد المسميات or you build them come with care هذا في الكمبيوتر في البرنامج نفسه هنا conditional loops هنا تحقق نفس يعني انتم فهمتوا ال if then سين ال if then انتم فهمينها هنا من قبل if then والاشي هذي والربيت طيب معنش الربيت ما فهمتها وشيه repeat repeat until repeat until repeat until راح يعاد اللوب ليه ما يتحقق الشرط ممكن الشرط يتحقق في الدورة الخامسة ممكن ما يتحقق اذا الشرط ما يتحقق ابدا معناته infinity زي هذي هذي انا حط لشرط هو متى راح يدور 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 يدخل يسوي اللي داخلات ما يرجع يدخل يسوي داخلات ويرجع شيء كع الشرط كده بيقدر يدور ليه ما يصير الشرط هذا صحيح اذا صار صحيح خلاص يسوي يروح لي بعدها هذي فكرته لكن اذا ما في امل يصير صحيح فيها احيانا الشروط يعني بعض من الامثلة والكوز الموقع بكوز اجرب احطه شرط يدور يدور على انه فيه كونديشن كل شيء بس انه infinity مثلا يقول لي واحد اكبر من الصفر محدد لي قيمة حط لي قيمة مثلا الرقم وحادي ويبغاه يصير زوجي مثلا وحسبه انا لو الوقت فيه كافي كان وردكم امثلة اللي هو اتوقع اتوقع ان هذا المثال وينه اتوقع انه هذا لا باب هذا واحد من الامثلة زي كده ان حقيت الواجب انه كان زي اللي اد واضف وما يتحقق شرط يجد يحسب من الابد وعلن بكونديشن يعني فكونديشن نفس الشي يعني انت يعني زي زي الفوريفر راح يدور متى يوقف اذا تحقق شرط خلاص يوقف ما تحقق شرط قد يستمر ممكن شرط ارقام تتغير كل شوي ليه ما يتحق هذا فكرته هذا عدل ثابت وهذا اللي لابد ممكن شرط فهنش هنا سالفت انه هذا ودخل على اللوب هنا الكنديشن جاء الشرط مفوض انه بيقد يدور كده يدور يدور هذا هو فالس يقد يدور ثرو خلاص سوي وينزل تحت هذا اختصال الكلام موجود هنا كله ثرو والفال ثرو الفوريفر هذا مثال على الفوريفر كده هنا اذا بسوي هذا من نفس الشي صح طب اذا بسوي على السريع الفوريفر طبعا فوريفر وهذا بكونديشن طبعا اه لحظة اه لحظة نحط لي ست اي فاناخذ ست الاي عندنا بنخليها انيمل نحطها واحد ثم نربيت انتل هذي الكنديشن حقه كان يساوي ست اي هنا حط الانيمل اصابي 11 طيب هنا say طبعا الاي عنده انا بغيرها بس ثم تلحطون هنا change buy one طيب هذا المفترض انه loop forever هذا 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 طب ليش فوريفر خانشوف بس بالنظر ليش فوريفر الحين i حط قيمتها واحد متى متى راح يوقف اللوب اذا i تساوي 11 هذيك الساعة راح يوقف اللوب في هذا توقع راح يوقف لا الان راح يبدال بيقول i ايه واحد باع يستمر ايه بيزود هذي بيزود 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 ليين ما يتصير متساوية وخلاص وقف العشرة ليه هذي هنا 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 لان ايه متى راح يتوقف الاي اذا i تساوت 11 هنا في كل مرة الاي راح يزودها بحبه change by يعني يزودها الايه واحد تشينج باي راح يصارت اثنين اللوب الثاني تشينج باي راح يصارت ثلاثة برضو شيك ما تحقق ثلاثة ما تساوي 11 كمل اربعة شيك ما تساوي شيك ما تساوي شيك يعني فوس 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 ليه ما يصير true يوقف هذي مشه ساوت 10 خلاص لان ال 11 اذا وصل ال 11 خلاص تساوي توقفوا هنا حتى يوقف وطلع ما سوا هنا متى ما راح تساوي ميتسور انفينتي لما يسوي اوبريتنج يحطها اي زايت واحد لنبي خليها عدد احادي قصلي زوجي هو شيك بيطمر ال 11 هذه ما راح توقف على انه فيه condition بس الكنديشن ما تحقق ويبتل ما يعلق الجهاز فنجد نوقفه طبعا هنا ليش الاي متى غيرتو حبه 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 لين ما صارت حداش خلاص ونجد هنا لا الاي غيرها باي زايت واحد يعني اي هي واحد تساوي اي تساوي لواحد زايت واحد صارت اثنين لي صارت ثلاثة هنا ثم تصير اي لثلاثة زايت واحد اربعة اربعة زايت ثلاثة سبعة طبعا قيمة الاي من هنا اخلا سبعة هنا سبعة زايت واحد الاي سايت ثمانية وعلى هالحالة يدور لين ما خلاص انفينتي على انه في condition المفترض الكنديشن يوقفه طيب هذا الفوريفر لوب هذا الكنديشن اللي تو الكنديشن اتليست يقولك ان لو حط condition عندي شرط هنا و شرط يتحقق اقل شي لازم يتحقق مرة واحدة يعني عشان يوقف يعني لازم يمر على condition و يتحقق خاص ووقف لازم يمر عليه على قسط اللوب هالي لازم يمر فيها لازم يمر فيها اذا مر فيها true خاص يمر نشوفه true خاص يروح لبعده لازم يمر في خاص بجريد هنا يتكلم عنه fixed loop هذي بالعدد الثابت مفترض انها واضحة من اول مرة فبطمرها هذي يدور عدد معين و خلاص text processing في شي انا بغاية تتكلم عنه roover هذي استخدام اللوب امثل على استخدامها مهم ان الواحد يقراها يفهمك كده انت حين تشوف خاصة star و join تحطه star وش كيمتها وش القيمة حقتها لما يطبع لك كده هذي مهمة في شي هنا طبعا هذي هذي اذا فهمتها برنامج راح تختص عليك هذي سلايد هذا ان هذي شرح اشلون صارت بالنقاط يمشيك حبة حبة كيف صارت امثل ل请most string processing في شي انا بيه هنا حتى وانا اقراه هذا يحل الواجب امسل bluetooth اطوء تلك الساعة تنتينا وانا اذى م facile نمشي اساري هنا or مثل راح تนนك ايه هذي هذي داخلة في الواجب هذي 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 في الواجب في السؤال الاول اقدر سحل على اجاب اوكي السؤال الاول شي يقول اسأل اليوزر انه يدخل اعداد من ثلاثين مية واذا ضغط صفر exit the loop اذا ضغط صفر مثلا until he enter zero وقتها exit the loop اوكي طيرت سلايد اللابين اساسي حقنا لا والله قسمتها طيح نفس الشي هنا انا قاعد اقول له ادخل قيمه ادخل الاعداد من ثلاثين الى مية قاعد اقوله في الواجب هنا ادخل الاعداد من ثلاثين الى مية ادخل الاعداد من ثلاثين الى مية اذا خلصت اضغط صفر اضغط 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 اي رقم يدخله اي رقم يدخله اضغط 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 الان صفر وانا حاطينا صفر في الواجب هنا خلاص بيوقف اللوب الان تيل هنا هذا انا اذكر مرة حتى اشبت قلت هذا الواجب هذا حل السؤال الاول نص السؤال الاول ووقتها من النص ونفسها بالتمام اللي هو هذي شرحة في شي ثاني بعد في الواجب بس مش كانت اي سؤال اي هذي هذي تقريبا مو بنص بس هذ حل السؤال الثاني كامل يعني وأنا قراه هذاẩ الحل السؤال الثاني اللي يهو هذا وهين السؤال الثاني هنا هذا السؤال الثاني السؤال الثاني مطلوب انك تطلب من الويوزر يدخل طبعا تطلب من الويوزر يدخل اographic يدخل اداد ودخل أعداد وضغط رقم مثلا A عشان مثلا نحسب لك أصغر قيمة أصغر حاصل أصغر حاصل ضرب قيمتين فهنا البارث الأول من السؤال الثاني بيكون نفسه هذا هذا نفسه أنه يدخل أرقام متى ما ضغط صفر خلاص يوقف على أساس أنك تحسب له حاصل ضرب قيمتين عاد هنا يبدأ الشغل اللي هو small product هالي هو حاصل يبغى أصغر قيمتين smallest product يعني أصغر رقم ضرب ثاني أصغر رقم يطلع للناتج فهنا هنا حاطلك كيف طريقة تحسب أصغر رقم يعني حاطلك كيف تحسب أصغر رقم اللي هو هذه هذا عشان تحسب بس واحد أصغر رقم بالخطوات هذه هذا نفسه شرح هذه يعني أنك حط ضرب اي ساو مدوشو ساو ساو لنث أو كذا أنت في الواجب يبغى لك هذا تطلعت أصغر رقم بالطريقة هذه بالواجب يبغى لك أصغر رقمين فيبيدك تحط لك متغير تاني يسمى smallest second smallest number هذا first smallest number هذا second نفس الخطوات تخلي يعني تقريبا تشتغل على متغيرين ولا نفس الخطوات يعني أنا ما ودي أدخل تفاصيل والله أني خاس أني مرة طولت يعني هذا حل السؤال الثاني 100% هذا حلها كامل يعني أني كنت طلعت بالطريقة هذه بطلع أصغر رقم زين لكن بتكرر الطريقة بس يعني يبيلها فهم عشان تفعون هكستفعون القصد يعني بدين تطلع ثاني أصغر رقم في مفلخية تضرب الرقم هذا في هذا وخلص هذا أنا أتشك هذا حل السؤال الثاني كامل أدعو ف هنا آه هنا بيتكلم عن الاندكس أتوقع problem solving with loops أدعو بيتكلم عن الاندكس لا ما اتكلم عنه في في شيء بالاندكس بعد مهم فوق مرة الاندكس فايت هاني ايها دعو الاندكس زي يقول length of word تقريبا هي اللي يعني أنا استخدم الاندكس عشان أمشي بين ال 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 الستات ماني شوش يعني الاندكس أصلا يعني ايش هني to index to provide يعني الاندكس هذي شوفي وين ها شوفي انها موجود الاندكس قيمة اي هاذي هاذي اعتبر اندكس انا الحين في المثال هذا هذا الطالب اصغر قيمة طالب احسب اصغر قيمة وناطخ طيب في المثال هذا طالب اصغر قيمة زين حساب اصغر قيمة هنا انا اعين اصغر قيمة ميلموم احطها على اول اللست مو Pelagudo عزة رائم لم أكن رائم الموكد الموكد قيمة الموكد الموكد عينتها كده random حتى في الواجب كده تعينها random هالي أصغر قيمة فset minimum to item اللي خلنا الأولى هذا الاندكس هذا الاندكس اللي خليني أتنقل بين الأشياء هالي هذا الاندكس اللي position عينت البوزيشن فالر سيل موت طيب هذا الاندكس اللي عندي عينتها برقم 2 اللي هو set position to 2 اللي رقم 2 كرقم كده موقعت الرقم كريبيت length of list اللي هو عدد الليست كامل لكن نقصت منه واحد اللي هو هذا أنا محدد القيمة فنقصت واحد فالlist بيبدأ من هنا اثنين ثناثة اربعة خمسة لا بيبدأ الليست كامل ثم بينقص واحد آخر القيمة طيب هنا الشرط حقه if item position اللي هو هذا رقم 2 أنا الاندكس حط قصدين minimum حطة رقم واحد هنا على نساس إنه minimum أنا ما بأصغر شي نحن بأبدأ ثم ثم رقم 2 هذا من الليسته هذه أصغر من من مينمم إذا أصغر من من مينمم الي هو هذا الآن مقارن 35 أصغر من 25 لا فالس معناتها انزل هنا change position by 1 يعني هذا بيصير ثلاثة زين position ثلاثة هذا فائدة الاندكس اني اتمشى في الليستة ازودة ثلاثة واقدر استخدمة هنا عشان احدد item كذا فلان item الفلاني هذا فائدة لما حطه رقم ثلاثة رقم اربعة معناتها ان ابغاء استخدمة في item رقم كذا مثلا ما قدر احدد رقم ال item الا بالاندكس وما قدر استخدم item بالرقم واحد او شي لاني يحتاج يتغير طيب احين تغير قلنا ثلاثة اجي هنا item رقم ثلاثة افتمل رقم ثلاثة اللي هو عشرين هل عشرين اصغر من اللي محدده انا رقم اثنين اول ايو والله true اصغر عشرين نصر من خمسة عشرين هنا استنفذ هنا هنا اشي يقول لي اغير قيمة المينموم هذه قيمتها المينموم بعدما احطيتها item 21 احنا اغيرها القيمة جديدة اللي حطها item اللي صار اصغر اللي حسبناه وصار اصغر اللي وصارت عشرين فتصير minimum 20 اللي بتصير هنا مكانها وعلى هالحالة يعني الحين طبعا لما ينفذ هذا لما ينفذ الشرط هذا خلاص انزل ونفذ هذا ويزود هذا واحد تصير اربعة وامشي على هالحالة امشي ليه ما يشوف ليه على عدد الليست اللوبات هالة ليه على عدد الليست اترى بكذا اطلع minimum بيصير اصغر قيمة اللي هي بتصير 15 بالحركة هالي بالنفس الطقام بتصير 15 لازم اسوي شي ثاني مثلا من second minimum او minimum 2 من minimum 2 وحط بذل 2 احط اصغر قيمة رقم 1 ثاني اصغر قيمة احطها 2 نفس الحركة هالي هذا بخزن اصغر قيمة في 1 اخزن ثاني اصغر قيمة في 2 هنا وعلى الحالة والعب على 2 موزيشنين يصير عندي مثلا او موزيشن يصير مثلا موزيشن واحد ومثلا مثلا عندي ربيت واحدة تصير عندي ربيت ثاني عن ربيت ثاني نفس الحركة هالي عن اللي هو minimum 2 مثلا وكذا ليه ما اجيب اصغر رقمين وخلص وهذا واضرب minimum 1 و minimum 2 ويطبعني الناتج له هذا الجواب الثاني مرة يعني موجود في الكتاب بس اننا معطينك نص صلح ما اعطوك كامل اللي هو هذي فا اعذروني اذا سحرتكم ما عليش والله ما توقعت انه بيقب مني وقت كذا ومشيت في الشابتر 4 السريع انا اليوم داو من الساعة 10 9 ونص الى 8 الليلة فا يه شكرا للي احضرو وما عليش اتطوت عليكم اه لا اعادي مو مشكلة اعطوك العافية والله ازيان ان شاء الله ايهالا فيكم شكرا كلين باسمه وفاكم التوفيق ان شاء الله بكرا وياكم اتمنى اصفتو شي بس يلا انا 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 انا